قبل الشروع في معالجة النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الجلسة المباركة أعطي الكلمة للمحترم مريع عبد الرحمن الوفاء أمير المجلس لإطلاعين على مجدى من مراسلات ومن إعلان الكلمة لكم مريع عبد الرحمن تفضلوا شكرا سيد الرئيس المحترم سيدان وزير المحترمان سيدات أستاذ المستشار والمحترمون بناء على مقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمشليس توصلت الرئاسة بطلب لتناول كلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفائية ليومي الثلاثة 14 مايو 2024 تقدمت به المستشارة لبناء علوي وقد أحيل على الحكومة داخل الأجل محدد والتي عبرت عن تعذر التفاعل مع هذا الطلب وبالنسبة للأسئلة السيدات والسادة أعضاء المجلس فقد تم التوصل في الفترة المنتدة من 7 مايو 2024 إلى تاريخي بما يلي الأسئلة الشفائية 13 سؤالا الأسئلة الكتابية 3 الأسئلة أجوب الكتابية 20 جوابا وسيعقد المجلس مباشرة بعد هذه الجلسة جلسة عامة شريعية تخصصه للدراسة والتصويت على مشروع كانوا الرقم 21-24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام تأميل إجبالي الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور شكرا سيد رئيس شكرا سيد الأمير المحترم إذن نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالأسئلة الآنية المجهة لوزارة الجهيز والماء حول البنية الأساسية والتي تجمعها وحدة الموضوع والبداية مع سؤال فرق تجمع الوطن الأحرار في موضوع البنية الأساسية ببلادنا في أفق احتضانها لمجموعة التظاهرات الرياضية والتقافية الكلمة لحد السيد المستشتري لبسط السؤال تفضلوا السحانين سيد رئيس سيد رئيس عفون عفون صحيح لا هذه تفضل السحانين ومن بعد سوف تتوالى وتتوالى ومن بعد نعطل الكلمة للسيد الوزير ياكا شيكين ياكا دورنا تفضل السحانين سيد رئيس سيد الوزير يتم حواروا سؤالنا حول تصور وزارتكم لتأهيل البنيات الأساسية في أفق احتضان بلادنا لمجموعة من التظاهرات على رأسها كأس العالم سنة 2030 إن شاء الله شكرا شكرا سيد رئيس المحترم سؤال الآن الثاني في نفس الموضوع الكلمة لأحد السادة مستشن فرق السقلالي فضلوسي صبحي شكرا سيد رئيس سيد وزير المحترم لا أحدا يشك في كون القطاع الذي تجرفون عليه والذي أظهرت خلال الفترة التي مرت على ستبيركم له وحرصكم الشديد على إعطاهي مزيدا من دينامية جعلوا قطاعا استراتيجيا يمثل أحد المحركات الأساسية للتنمية الشاملة لبليدنا سيد وزير نسألكم لهذا نسألكم ما هي التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها في مجال بنيات أساسية من الطرق وموانئ وشكرا شكرا سيد المستشار المحترم نمر إلى السؤال الآن الثالث في نفس الموضوع والكلمة لحد سيد المستشار الفرق الشراكي المعارضة التحادية سيد إله تفضل شكرا سيد الرئيس نسألكم سيد الوزير عن استراتيجية الحكومة المتعلقة بالتحديث وتطوير البنيات الأساسية المرتبطة بكل من الطرق والموانئ والسكاك الحديدية في أفق احتضان بلادنا لمجموعة من التدابيرات الريادية والثقافية وشكرا شكرا سيد المستشار المحترم السؤال الآن الرابع في نفس الموضوع الكلمة لحد سيد المستشار الفرق اقتحاد العام الشغالينا بالمغرب سيد هانا تفضلي شكرا سيد الرئيس نسألكم سيد الوزير عن مجهودات الحكومة لتطوير البنيات الأساسية من طرق وموانئ في أفق احتضان بلادنا لمجموعة من التدابيرات على المستوى الرياضي وبدل المستوى الثقافي شكرا شكرا سيد المستشار المحترم السؤال الآن الخامس في نفس الموضوع أجل بطلبين من أصحابه إذا الكلمة للسيد الوزير للرد على الأسئلة المتعلقة بالمينيات الأساسية خذوا سيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس السيدات والسادة المستشارون أولا أريد أن أشكركم على هذا السؤال وفي الواقع اليوم كما تعلمون بلادنا انطلقت في عمل جد مهم المرتبط بتطوير البنيات التحتية وفي الواقع هناك العديد من الأهداف وراء ذلك الهدف اللول بالطبع وهو العمل على تنمية الاقتصادة والاجتماعية بنسبة لبلادنا بنسبة لكل أنحاء المغرب ثانيا العمل كذلك على فك العزة المجالية من عديد من الأقاليم التي تعاني منها الإشكالية ثالثا وهو كذلك التفاعل مع انتدارات الجهات في إطار برامج تعاقدية مع الجهات من أجل ضماني تنمية مندمجة على الصعيد كل جهة على حدا وبالطبع زيادة على هذا الأمر كله كما تفضلتم هناك ما هو مرتبط بالطبع بالتهيئ لتنظيم الكأس العالم وتنظيم التظاهرات الكبرى التي ستحتضنها بلادنا خلال هذه الفترة إلى غاية 2030 وفي هذا المجال من ضروري تأكيد بأننا قمنا باعتماد تصميم الوطني للبنيات تحتية الطرقية في أفق سنة 2040 هذا الأمر الدار كذلك بكفية تشاركية مع الجهات لأننا وصلنا إلى قناعة على أنه من ضروري أن لا يتم تحديد هذا التصميم بدون إشراك المانيين بالأمر وبدون إشراك المنتخبين وكذلك تم إشراك الوزارات المانية من وزارات داخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتمير والوزارات الصحة والتعليم والوزارات الأخرى المالية وصناعا لكي يكون هناك كذلك بعد مندمج في هذا التصور ويكون هناك كذلك أخذ بالاعتبار التصورات المستقبلية وكذلك البرامج الكبرى المطروحة في هذا الإطار من جهة أخرى كما تفضلتم هناك ما هو مرتبط كذلك بكأس العالم فجهة الماليك أعطات جهاته السامية من أجل القيام بكل التدبي اللازم حتى نكون في مستوى الدفتر التحمولات التي وضعتها الفيفا وهذا يتطلب منا بالطبع أن يكون هناك رؤية مندمجة وأن يكون هناك تابئة كبيرة في هذا المجال وكانت لنا كان لنا اجتمعا مع السيد وزير الداخلية وسيد رئيس الجمعية المغربية لكرة القدم والوزارات المانية والرؤساء الجهات وعمدات المدن من أن يكون هناك تصور مشترك والوكالات بالطبع والمؤسسات العمومية التي ستشتغل على ذلك اليوم الممكنين نقول لكم وهو أنه بالنسبة لطرق السيار فكما تعلمون هناك العديد من المشاريع الكبرى ومن بينها مشروع أساسي الذي يأتي في إطار كذلك تطوير وتحسين العمل في هذا المجال وهو طريق السيار القارية ما بين الرباط والضال أيضا هذا الطريق السيار القارية فهي سيتم إنجازها مننا 2030 لكي تكون جاهزة في هذا التاريخ وهي في الواقع شاءة الأقدار أن تكون مجاورة للملعب الكبير الذي سيتم إنشاؤه إن شاء الله في مدينة بن سليمان والذي بالطبع هذا سيشكل كذلك قيمة مضافة التي ستمكن كذلك من إعطاء دفع قوية لهذا الملعب الكبير وهو يكون أكبر ملعب في إفريقيا إن شاء الله من جهة أخرى هناك كذلك طريق السيار الذي نحن بصدد إنجازه ما بين جرسيف الناظر اللي هو عنده الأهمية قصوى كذلك هناك ما هو مرتبط بطريق السيار دار بيضاء برشيد وما هو مرتبط كذلك بطريق السيار ما بين تتمل وبرشيد اللي ينطلق مؤخراً اللي عنده تطول لـ 30 كم زيادة على تقوية طريق السيار بعدة مقاطع في إطار إصلاحة الكبرى المبرمجة في هذا مننا الآخر سنة 2024 وهناك كذلك بالنسبة لطرق السيار نحن بصدد انتهاء الدراسة المتعلقة بطريق السيار ما بين فاس ومراكش عبر بن ملال وخنيفراء وهذا بالطبع عنده واحد القيمة جيد مهمة بالنسبة الإنعاش هذه الأقاليم وبالنسبة كذلك لإعطاء واحد نفس كبير تنموي بالنسبة لكل هذه الجهات والربط ما بين عواصم مهمة وهي مراكش وفاس وهذا كله بالطبع سيكون عنده واحد الوقت جد إيجابي إن شاء الله بالنسبة للتنمية هذه الأقاليم من جهة أخرى فنشتغل كذلك على طبقة التوجهة الملكية على مقاطع طرقية بالنسبة لطرق سيار أخرى نحن بصدد لدراستها بحكم أن جهة الملك وضع كهدف النصيدة إلى 3000 كيلومتر إن شاء الله في الأفق القريب المتوسط من جهة أخرى ينبغي التذكير كذلك في مجال الطرقي بأننا قمنا كذلك بالعديد من البرامج في هذا الإطار ومن بين الأمور التي أريد أن أؤكد عليها واشتغلنا كذلك مع جهات يوم قدمنا اتفاقية مع ستادي الجهات بقدر مالي يفوت 20 مليار درهم وعندنا كذلك تعاقدات مع جهات أخرى نحن بصدد دراستها من جهة توقيع إليها إن شاء الله خلال هد سنة وهذا بمنظور جديد ألا وهو المنظور الهادف إلى أن نقوم بفك العزلة المجالية على بعض الأقاليم طرق المزدويجة لانطلقنا فيها إن شاء الله التي تبرمجت والتي انطلقت في بعض الأحيان بحلف تونات أدنا كذلك ما قمنا به بالنسبة لكي يكون هناك وهذا أساسي الذي اركزنا له وهو أن يكون منظور مشترك من أجل أن نفعل حقا هذه المشاريع في إطار البرامج تعاقدية مع الجهات وهناك أمر أساسي وهو كذلك أن تستفيد كل الأقاليم من هذه البرامج الطرقية باش ممكن إن شاء الله ننصل لنتجة المنجوعة بالنسبة لقطاع الموانئ فبالطب هذا يدخل كذلك في إطار الاقتصاد الأزرق وفي هذا الإطار كما تعلمون هناك مشاريع كبرى نطلقنا فيها مشروع النظور غير المتوسط إن شاء الله لغير انتهي أشغال من كبرى هذه السنة ونطلق إن شاء الله بتفعيل ببتداء من سنة 2025 وهذا مهم جدا لغير أعطي القطب التنموي بالنسبة للجهة الشرقية ولكن كذلك من جهة فاسم الناس بحكم الربط ما بينات هذه جهتين هناك كذلك الميناء الدخلة الأطلسية وإنتم تعرفوا الأهمية القصوى لإعتجار المالك لهذا التصور اللي هو عنده بعد التنمية الجهوية من جهة ولكن عنده بعد كذلك باش نجعل من بلادنا قطب كذلك التنمية بالنسبة للإفريقية ككل وكذلك مدن ساحل اللي غات نخرط من هذا الميناء الكبير ولي بيت نقول لكم هو إنه نعطيه كذلك واحد دفاع أقوى بحكم أننا ندخل فيه كذلك الهيدروجين الأخضر باش إنه يمكن يصدر كذلك الهيدروجين الأخضر انطلاقا من الميناء الداخلة زيادة على الأنشطة الأخرى الاقتصادية والصناعية اللي غات تكون كذلك في هذا الميناء هناك كذلك في هذا الإطار العمل للجبهة بالنسبة للميناء ديالجبه اللي نحن نقوم بتقوية دياله اللي هو ديالسين إن شاء الله يكون جاهز في الفين وخمسة وعشرين عدنا كذلك الميناء ديال الأسفي ومشروعة قوية الجرف أموني بأسفي هناك كذلك الجهة ديال العيون الساقية الحمراء مع الميناء الجديد ديال الفصفات إن شاء الله ديال اللي غايق يكون جاهز إن شاء الله أواخر هات السنة وكذلك تقوية وتوسيع الميناء ديال الدخلة وهناك كذلك ما هو مرتبط بالمهير اللي إحنا تنشتغل كذلك باش إننا ننطور كذلك هذا الميناء في مجال الصيد وهناك كذلك المشاريع الأخرى المرتبطة بتطوير الموانئ الأساسية بنسبة لميلادنا من نسبة مثلا الرصيف رقم 5 بميناء سيد إفن إن شاء الله لغاية طور وعندنا كذلك ميناء طنطان نحن ندرس ميناء جديد إن شاء الله في طنطان اللي غاية يضاف كذلك على كل هذه الموانئ الهدف ناتي كله وهو أن نقوم بالطبع بإعطاء دفع قوية لتنمية بلادنا وأن نعمل على أن تكون تجهزات احتياف المستوى العالي وشكرا لكم شكرا سيد الوزير المحترم إذن في إطار التعقيب على رضي سيد الوزير أعطي الكلمة بداية لفارق الجمع الوطن الأحرار تفضلوا سيد رئيس شكرا سيد رئيس سيد الوزير نشكركم على هذا الجواب الذي جاء شاملا ومعززا بعدة مشاريع وبرامج ونحن لا يخامر سيد الوزير أي شك في الجدية وفي الحرص الحكومي تحت قيادة جلالة الملك حول الاستعداد الجيد لاستضافة كأس العالم وبهذه المناسبة سيد الوزير نود في فريق التجمع الوطني للأحرار تأكيد على أن تنظيم بلادنا لهذه التدهور العالمية بمعيّة شركائها يعتبر اعترافا من المنتظم الدولي بأهمية ومكانة بلادنا وتتويجا لطموح شعب مؤمن بكفاءته ومؤمن بقدراته وطموحاته المتزايدة نؤكد كذلك السيد الوزير على أنه موازاتا مع هذه البرامج والمشاريع المتعلقة بالبنيات الأساسية والاستقبالية للاستضافة كأس العالم نتمن حرص وزارتكم على تأهيل وصيانة البنيات التحتية بكل الأقالي بما يكفل التوازن والإنصاف المجالي وفي هذا الإطار نتمن السيد الوزير ما أعلنتم عنه من تصميم وطني للبنيات التحتية في أفق 2040 ونتمن كذلك مقاربتكم مع الجهات هذه المقاربة الاتفاقية التي تهدف إلى فك العزلة ومحاربة الفوارق المجالية بمنظور جديد ولكن نريد أن تستمر في تعميم هذه المقاربة على مختلف الجهات وليس فقط السيد الوزير ستة جهات مع العلم على أنه لا بد من المتابعة والمواكبة حتى تكون هذه المشاريع في المستوى المطلوب من الجودة ومن التدبير المحكام والحرص على الصيانة سيد الوزير لأن تدار طرقان تدار المشاريع ولكن مع الأسف في آخر المطاف تعاني هذه المشاريع من أعطاب ولا بد من مواكبة هذه الأعطاب حتى تكون فعلا ذات منفعة اجتماعية واقتصادية وتنحق بها الأهداف التي من أجلها تخصصت اصرفت تلك التكاليف المالية التي تتحملها الدولة شكرا سيد الوزير شكرا سيد رئيس المحترم إذن تعقيب الموالي لفرق استقلالي سبحية تفضل شكرا سيد رئيس المحترم سيد الوزير سيد الوزير إن إجازات التي تحققت في مجال تطوير الشبكة الطرق هي مهمة حيث نتوفر حاليا على ميناهز 1800 كولومتر تغطي تماني جهات وكلنا إيمان من أنكم سترديلون قصار جهدكم من أجل الوصول إلى بلوغ 3000 كولومتر من الشبكة الطرق في أفوق 2030 نهيك عن العمل المتواصل من أنجل إنجاز طرق مستويجة وتوسيعته وتسريع برنامج طرق القاروية علاوة على قطاع الموانئ أحدثت طفرة نوعية بالقطاع وشكلت رافعة لتحويل المنظومة برمتها بحيث امتدت تعثيراتها لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية سيد الوزير المحترم إن تعزيز وتطوير البنية التحتية وتعزيز 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 جادبيتها مكن مجانية امار اقتصادية مهمة بحيث أسهم في خلق أقطاب صناعية جديدة واستقطاب عدد كبير من المستثمرين بفضل مضاعفة بلادنا لقدرة موانئنا في مجال نقل البطائع وغيرها بحيث إنه يمثل رافعة أنساسية ومهمة للتنمية الاقتصادية ومحركة لتنفسي الاقتصادية المجالية بحيث يجب أن اعتز بكون المغرب أضحى يضرب به المثل في هذا المجال وذلك من خلال تدبير جيد والمعقلة لهذا القطاع خاصة بعد ميناء تجزاء المتوسط بالشطرين الأول والتاني ومشروع الكبير لميناء المتوسط على أن تشكي قاطرة حقيقية بالآقال الجنوبية على مساء الغرب الإفريقي سيد الرئيس سيد الوزير المحترم إننا في الفريق الاستقلالي بمجلس المستشاري نتطلع من خلالكم لتحقيق المزيد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية سيما أن الوزارة التي تشرفون عليها تطال قطاعات حيوية خاصة أن وزارة التجهيز تعتبر قطب روحي للقطاعات الوزارية المتدخلة في تطوير البنيات التحتية اللازمة عفوا هو المعول عليها والمعول عليها في أفق احتضان بلادنا لاستحقاقات ريادية أهمة قارية ودولية غير مسبوقة والتي ستعطي إشعاعا عن دوليا لبلادنا سيد الوزير المحترم أنا أستغل هذه الفرصة سيد الوزير المحترم باش ندرك ندرك باتفاقية الإقليم الصويرة باش تخرج الوجود هذا طلب دي السيدة رؤساء الجماعة حاحة وشيادنا وشكرا شكرا سيد المستشار المحترم تعقيب الموالي الفريق اشتراكي المعارضة الاتحادية السعب إلا تفضله سيد الرئيس سيد الوزير إن موضوع تحديث البنى التحتية الأساسية يستدعي اليوم مجهودا مكتفا وجبارا في ذل التزام بلادنا بالعديد من المحطات القارية والدولية كأس إفريقيا وكأس العالم ما يفتح الباب للتفاعل على ثلاث محاور أساسية كما جاء في سؤالنا على مستوى البنية الطرقية لا ننكر تطور حجم الموارد لإنجاز وتجويد البنية الطرقية الوطنية والطرق السيار التي بالمناسبة تحتاج إلى استراتيجية كبرى وسريعة تنفيذ لتوسيعها وبسطها على المناطق السياحية وهنا تجدر الإشارة إلى درورة وضع إجراءات موازية لتنمية وصيانة الهيكل الطرقي لربط كافة جهات المملكة وفك العزلة عنها وكذلك لدرء الحوادث التي قد يروح ضحيتها العديد من المواطنين فيما يخص منية الموانئ فإن بلادنا اليوم تراهن بشكل كبير على التوجه الجديد في العرض الميناء كأساس فعال في المشاريع التنموية الكبرى الاقتصادية والسياحية والاجتماعية لتشكل أقطاباً اقتصادية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تحدى به بلادنا لكن هذه الأهداف مرتبطة بطاروطة الاستثمار الأمثل للمؤهلات المجالية والطاقات البشرية لمناطق المملكة والترويج لها بفعالية وأخيراً على فيما يتعلق بالشبكة السيكاكية فإننا في البداية نؤكد على ضرورة توسيع شبكة السيكاك الحديدية بجل مناطق التراب الوطني لفك أي نوع من العزلة عليه تسريع تنزيل مشروع في مطارات المملكة بخطة السيكاك الحديدية السيد الوزير إن هذه الأوراش لها فرص حقيقية لبلادنا لتحقيق قفزة نوعية في كافة المجالات والقطاعات وبالتالي وجب الرفع من مستوى الجهود المبدولة وتسريع وطيرة التنزيل على كافة الأسعاد لنجعل من المملكة مثلاً يتحدى بكافة المحافل الدولية في أفوق 2030 وشكرا شكراً السيد المستشار المحترم التعقيب الرابع والأخير في بحوار البنية الأساسية لفريق الاتحاد العام الشغاليين بالمغرب السيدة هنا أتضلي شكراً سيد الرئيس شكراً سيد الوزير على جميعكم وبالتالي لابد أن أؤكد في فريق الاتحاد العام الشغالي المغرب على أن أهم يعني ركائس الدولة الاجتماعية تعتمد أساساً على تثبيت المصارد التنمية الاقتصادية والاجتماعية دان صحيح سيد الوزير أنكم كتقومون بجهودات كبيرة من أجل الإصلاحات لتحديث البنية التحتية وذلك بالقيادة الحكيمة دي صاحب جلال الملك محمد السادي صلى الله والتي مكنت أساساً على أن المغرب ينال شرف احتضار مجموعة ديال التظاهرات لا على المستوى يعني القاري أو المستوى الدولي لا على المدى القصير وكذلك المدى المتوسط كنت تكلمو السيد الوزير عن اجتماعات ديال الصندوق النقد الدولي التي كانت أخرها في مدينة موراكوش كنت تكلمو على يعني كأس أفريقيا 2025 وكذلك كأس العالم 2030 بجانب مملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال إذن السيد الوزير هذي قلنا لها المغرب تحتاج اليوم إلى إرادة سياسية قوية وهذا الشيء اللي برهنتوا عليه من خلال الجواب ديالكم وكذلك من خلال خارطة طريق لوضعته بتنصيق مع القطاعات الحكومية وكذلك برنامج العمل الجماعي والموحد مع القطاعات المانية سيد الوزير كذلك لابد أن نشيد بالأرقام والمجهودات اللي كتقوموا بها والأرقام اللي كتعكس كذلك المجهودات اللي كتقوموا بها اليوم كنت حتو بالنسبة للبنيات التحتياء المائية كنت حتو على 153 سد كبير و14 محطة ديالتحليق المياه بالنسبة للطرق كنت تكلموا على 57334 كيلومتر من الطرق المصنفة 1919 من الطرق المزدوجة وما يعادل 2000 كيلومتر من الطرق السيارة بالإضافة إلى الموالي اللي احتللات في سنة 2022 الرتبة 19 في مؤشر الرابط البحري بالإضافة كذلك إلى مجموعة المشاريع المستقبلية والتي تحتو عليها من خلال الجواب سيد الوزير ختاما لابد أن أؤكد على أن الرهانة اليوم والإمكانيات التي يمكن أن توفرها الأنشطة المرتبطة بها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولمواكبة كذلك طموحات النموذج التنموي الجزيد وشكرا شكرا سيد المستشارة المحترمة كلمة لكم السيد الوزير في إطار التفاعل مع التعقيبات رئيس شكرا السيدات وستاذ المستشارون على التعقيب وعلى التفاعل لكم الإيجابي أنا فقط بيت نرجع ثلاثة ديال النقاط اللي تفضلتوا بيها النقطة الأولى أن المقاربة فإحنا صنوك بها بحالي قلت بنا إن شاء الله من هنا الآخر السنة غنكون وقعنا مع كل جهات ديال المملكة وفي الواقع إحنا رح شي بجائزين نقات بعض النقاط اللي تخصى نحدوها مع الشركاء إذننا باش ممكننا نوصل لهذه الاتفاقيات واللي أساسي واللي بغيتنا نرجع له وهو الهدف من هذه كله وهو أنه يكون هذه المقاربة المندمجة التي ستعطينا النفس وتعطينا ضرورة تطبيق ذلك لنما ننسى بأن المخططات الجاوية التي فاتت فتحقق فيها فقط 15% نحن بغينا في هذه المخططة الجاوية الجديدة أنها تحقق في كلها لأن الهدف والمواطن يحس بأن تطبق ما نقوله جامعا وأكثر من ذلك باش نسترجع لتقيق المواطنين والمواطنين ويستفدوا من تمار هذه الاستثمارات وهذه التنمية النقطة الثانية بالجانب الصيانة فإحنا طورنا صيانة 45% الميزانية الوزارة تتمشي فقط صيانة الطرق ودخلنا الأول مرة صيانة الطرق القاروية 500 كيلومة إن شاء الله هات السنة ودخلنا كذلك في الاتفاقيات مع الجيهات باش ممكننا نضمنه كذلك أن هذا المجهود الكبير يتدير الدولة من فك العزلة للعالم القاروي أنه تكون واحد الاستمرارية ديالله وتكون كذلك العمل ديالله وآخيرا سنشتغلوه كذلك على إعادة صنيف العديد من الطرق باش ممكننا نطوروا كذلك هات البعد يالصيانة بالنسبة لجانب الطرق يمعلون بالنسبة للصويرة راح ناخدامين والاتفاقها يميش إن شاء الله باش نطبقها لأرض الواقع وبالنسبة الموانئ بغيت نرجع بأن احنا زيادة للموانئ اللي تتم استثمار فيها فاحنا تنجعلو أن هذه الموانئ نردوها أقطاب مينائية باش أنه يكون عنده واحد البعد التنموي يكون عنده وقع على هذا الشغل وعلى التنمية دي لها المناطق والتانين أن نردوها موانئ خضراء باش ممكننا نضمنوا كذلك أي استعمال الطاقات متجددة باش ممكننا نضمنوا الجاذبية دي لها الموانئ ونجعلو أن بلادنا الحمد لله تزيد موقع على الصعي الدولي كواجهة قوية في هذا الإطار وشكرا سيد الوزير المحترام نمر إلى السؤال السادس موضوعه النقطة السوداء بالطرق الوطنية الكلمة لحد السيد المستشارين في فريق الأصالة والمعاصرة لبسط السؤال سيد رئيس كريم تفضل سيد رئيس سيدين وزيرين سيدات السادة المستشارين محترمين قبل بسط السؤال سيد رئيس سمحولي أن أتقدم باسم فريق الأصالة والمعاصرة إلى صاحب جلال الملك محمد السادس حفظ الله ونصره قائد أعلى ورئيس أركان الحرب العامة القوات المسلحة الملكة بمناسبة الذكرى 68 لتأسيسها بأطيب المتمنيات وأجمل التبركات وهي مناسبة نتقدم فيها بخالص عبارات تقدير والامتنان وقلوبنا مفعمة من شاعر الاعتزاز والافتخار بكل مكونات قواتنا المسلحة برية والجوية والبحرية والدرك الملكي راجين من الله أن يحفظ ملكنا وبلدنا من كل مكرور سؤالنا سيد الوزير المحترم أهم الإجراءات التي ستقوم بها من أجل قضاء على نقاط السوداء بالمحاول الطرقية وشكرا سيد رئيس المحترم جواب سيد الوزير على السؤال الفريق سيد رئيس شكرا سيد المستشار بالنسبة لقضية نقاط السوداء بالنسبة للطرق الوطنية في الواقع بالطبع نتعرف الشبكة الطرق ببلادنا عدة مقاطع التي تتركم فيها العديد من الحوالي تسير وبعض منها مع الأسف تتكون مميتة وفي هذا الإطار فضعنا واحدة استراتيجية مع الوكرة الوطنية للسلامة الطرقية الهدف ديلا وهو تسريع واترات إصلاح عدد المقاطع الطرقية الخطيرة والحد في عدد من نقاط السوداء وحددنا واحدة 340 نقطة سوداء وهذا تطلب مننا بالطبع معالجات المحاولة استراتيجية الخطيرة ومن جهة أخرى كذلك معالجات النقطة السوداء المزعى على باقي الشبكة الطرقية ولأساسي في هذا الإطار وهو تدخل سريع باش ممكننا نجاوزوه الإشكال غير بنسبة لهذه السنة فاحنا قمنا بعملية ديال حل الإشكالية بنسبة الخمسطاش نقطة سوداء اللي بنسبة لسنة 2023 وإن شاء الله سنواصلوا في هذه السرعة وهذه العملية في المستقبل شكرا 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 نتأكدين ومرتاحين أن الوزارة والحمد لله والفخر لنا أن المجهودات التي تقوم بها على السعيد الوطني في إطار التتبع اليومي والسفر في كل محاول طرقية كان لحظوا الأوراش مختلف الأقاليم والجهات الحمد لله ولكن كيف قد طموح ديالنا سي الوزير دائما كمنتخبين وممتلين ديال الساكنة أن بعد النقاط السوداء ضروري سي الوزير من التسريع من الوطيرة ديالها لأن اليوم البلاد رفع التحدي والحمد لله ديال الاحتضار مجموعة من تظاهرات ومجموعة من الأمور اللي عندها أهمية كبرى فنمشي معك سيد الوزير النقطة السوداء اللي في حقيقة اللي كاتشغل رائي العام وخاصة مسعملي الطريق الرباط وجداء وذيك المقطع ديال فاس تزا اللي هو جيد جيد خطير اللي مباما الآن اللي ما كيعرفوش يقدر يدير حادثة بسهولة لأنه هناك نتمسون كمسي الوزير باش تقوموا باحد المجهود كذلك ديال النقطة ديال إيمين تانوت أقادير في فصل الصيف كتلاحظ السيارات كتوقف على جانب الطريق فاخصة بعد المحطات السيرة حت تكون تما باش ديال الحافلات الكبار والذي كي يقع لهم حوادي تخرجوا على الجانب للطريق هناك نقاط سوداء أخرى سي الوزير طريق سريع لتازل حسيمة والمقطع ديال أكنول تيزيوسلي هذاك الخطورة دياله سيد الوزير يجب تنبيلها من الحال لأن الآن لأن إلاجات تلوج في المستقبل ربما السيارة تقدر ما ما يقدرش سائق يضبطها في ذيك البونت اللي اعطوها تما فالحمد للله كان خبرات ديال الكفاءات الوطنية لمقاولة ولا للدراسات دارش إشارات أولا من ناحية تشور والمواد ديال الأوروبي اللي تقدر تساعد سيارة باش ما تسلقش في اليم ديال تساقطات تلجية كذلك بعد نوقات سوداء السيد الوزير المحاولة الطرقية الإقليمية ملل أكنون هاد الطريق اللي كانت جودة عالية صراحة عشرين عام من دارتها المقاولة وانسميوها شو كانت بخير الان معلومة خطيان ديالها ولا شوية ديال كيشكل لواح الخطور على المستعمل ديال 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 فكانت نتمسل كمسي الوزير باش يقدر واحد التدبير بين طريق السيار الطنجة الرباط كذلك فحنا كلنا متفائلين فيكم سيد الوزير في كفاءة وطنية المكاتب دراسة أن الدرج يحلول مستعجلة والحمد لله كنشاهدوا ديال المقطع اللي كان عندنا ما بين مكناس وخميسات ما بقاش الدخلة ديال الرباط ما بقاش مجموعة من النقاط السوداء اللي تعالجت والحمد لله ما بقى يناش كنشوفوا ديال المعراجات اللي ضوضا كما مرسوا بالمستلحات التقنية المقاولة اللي شفهمون الإخوة شكرا سيد رئيس سيد الوزير التفاعل مع التعقيم تفضلوا شكرا سيد رئيس شكرا سيد المستشار على ما تفضلتم بي صحيح أن هناك العديد من النقاط اللي هي مبرمجة وان شاء الله غن تفعلوا معها بسرعة وبحالي تفضلت وكان العديد من إنجازات للدارة بحال الطريق الوطني رقم تسعود بالرابطة بالمراكش ورزازات على طول 150 كم اللي هي كانت إشكالية مطروحة بنسبة تيئات ممر العربات تقيلة وتم الانتهاء من إنجاز الأشغال هناك المقطع كذلك الطريق الجاوي رقم 413 رابطة من كناس والسوق الأربع على طول 88 كم حيث تم انتهاء من إنجاز الأشغال وهناك كذلك العديد من نقاط السوداء الأخرى التي تم تفاعل معها اللي بغي نضيف إلى سمحته وهو أنه هذا العمل نحن سنشتغل عليه انطلاقا من الإشكاليات المطروحة المرتبطة بحوادث سير وكأن نحن اليوم نشتغل مع وزارة النقل ومع كذلك البنك الدولي على مقاربة جديدة بغينا نستبقوا أيما نتضررش تكون حوادث سير باش عاد نحن نشوفو كيف نعتبر نقاط سوداء باش عاد ندخله بغينا ندلوا استيباقية في الإطار يكون عندنا التصورات لأننا نحن عارفين بأننا كين إشكالية المطروحة تقيمته على التولوج كين جراف التربة إلى آخر وكين بعض المقاطع اللي يمكن تشكل خطورة بالنسبة للمواطنين وبالتالي فالفكرة الأساس وهو أن يكون هناك مقاربة جديدة اللي نحن تنشتغل عليها باش مكننا نجاوز هالإشكاليات المطروحة وتنشكركم كذلك على نجودات المبدولة وعلى كذلك التفاعل إيجابي وكذلك تعاطي ما هذه الإشكالية اللي هي أساسية بنسبة لحياة المواطنات والمواطنين شكرا شكرا سيد وزير المحترم إذن مآلت هي الطريق الرابط بين تينغيرو بن ملال الموضوع السؤال السابع لفرق تجمع رئيس سيد الوزير المحترم ما هي التدابير والإجراءات الآنية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل إصرع بتأهيئات طريق تينغير وابن ملال لاستجيب لتطلعات سكان هذه المناطق وشكرا شكرا سيد مستشار محترم جاوب سيد الوزير شكرا سيد رئيس شكرا سيد المستشار فكما تفضلتم هذا الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين بن ملال وتينغير عبر إيميل شيل على طول 244 كم وليتدخل كذلك داخل إقليم بن ملال وإقليم ميدلت فهي وكذلك طبعا درعات فلالت هذا تشكل في الواقع طريق أساسية لأنها تتربط ما بين جهتين وتتلعب واحد دور أساسي بالنسبة الاستثمارات في هذه الأقاليم اليوم يمكننا نقول بأنه كان العديد من الأمور للدرد كانت عندنا تهيئة توسية وتقوية المقطع الطرقي الرابط بين القسيبة وإيميل على طول 180 كم كان كذلك استكمال تهيئة هذا المحور وتمت برمجة وإنشاز مقاطع طرقية على مستوى إقليمي ميدلت وتنغير وذلك في إطار اتفاقية للشراكة الأولى المصادقة عليها تجمع وزارات الجهيز ومجلس جهة درعات في لالت إضافة إلى مدير العامة الجماعات الترابية والتي تتهم تأهيل بنية تحتيات طرقية بإقليم ميدلت بكل فمالية التي ستوصل إلى 900 مليون درهم للإشارة فإن الأشغال قد انساءت في بعض المقاطع من هذه الطريق كما أطلقت من مصايح الوزارة بداية الأشغال بمقاطع أخرى منها في حين تجمع الاتفاقية الثانية الوزارة ومجلس درعات في لالت وتهم توسيع وتقوية المقطع المتبقي عن طريق الوطني رقم 12 على مستوى إقليم تنغير بكل فادي 170 مليون درهم والتي توجد اليوم قصد المصادقة وتتكلف الوزارة أيضا بالرفع من مستوى خدمة العديد من مقاطع هذه الطريق والتي تدخل في إطار هذه الاتفاقيات وكذلك المقطع طرقي الرابط بين 6 تدغى وتمتشت الذي يمثل المسار نهائي للطريق على مستوى 6 تدغى وهذا على طول 9500 كيلومتر وأن أشغال بناء هذا المقطع في طول الإنجاز بكل فادي 47 مليون درهم شكرا شكرا السيد الوزير المحترم إذن تعقيب الفريق المحترم تفضله سيموري مصطفى شكرا السيد الرئيس أشكركم السيد الوزير المحترم على جوابكم لا يخفى عليكم الأهمية الكبرى التي أحضى بها هذا المحور الطرقي لدى الساكنة الجبلية لا سواء بالنسبة لساكنة جهات ضرعة في لالت وعلى الخصوص إقليمتين غير ولا بالنسبة أيضا لجهات بن ملال الخنفرة عبر إقليمي خنفرة بن ملال حيث سيتم مفق عزلة كافة الأقاليم الجبلية المعنية بالجهتين وهو ما سيكون له الأطار الإيجابي لساكنة الجهتين معا سيد الوزير المحترم أكيد أنكم تبدلون مجهودات جبارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذه الجهات التي تعيش خصصا كبيرا على جميع الأصعيد وفي هذا الإطار نطالبكم سيد الوزير بضرورة القيام بزيارة ميدانية إلى هذه المناطق ولأنه محور استراتيجي مؤكدا على أن هذا المحور مهم جدا بالنسبة للجهات التي تعرف تدني كبير على مستوى المجالية وسيكون له الأطار الكبير في فك العزل وسيساهم في تسريع وطيرة وصول إلى إقليمة خنفرة وتنغير حيث أن هذه الزيارة الميدانية ستمكنكم من الوقوف عند حجم الخصص وعلى معاناة ساكنة الجهاتين معا علما أن المنطقة يغلو عليها الطبع الجبلي معاناة حقيقية تعيشها المنطقة في غياب هذا المحور الطرقي كيف لا وهي المنطقة التي تعرف أعلى نسبة للفقر ولعل مناطق أنفقو أي تعبدي ميشيل تدغى أمس مير ودد إضافة إلى القباب السيد حيو السعد وأغبال خير عنوان للتهميش التي تعيش في المنطقة رغم المجهودات التي بدلها المنتخبون بما هي السلطات المحلية والإقليمية والذين يناضلون من أجل تجويد وتحسين الخدمات بهذه الجماعة لذلك فإن هذا الطريق سيكون بلا شك إحدى الأليات المساعدة لخلق الاستثمارات وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة وتقريب ساكينة هذان الإقليمين من باقي الخدمات العمومية المتوفرة وشكرا السيد الرئيس شكرا السيد المستشار المحترم سيد الوزير علمي التعقيب تفضلوا شكرا سيد المستشار كما تفضلتم فبالطبع هذا طريق عند أهمية قصوى وبالتالي هناك عيني خاصة من طرف الحكومة صاحب الجلالة من جهة أخرى كما تعلمون سبق لي السنة الماضية أن زرت إقليم تنغير وزرت إقليم خنيفرة كذلك ونحن مستعدون بالطبع للقيام بزيرة أخرى من أجل تطويري والعمل على تريه في وطيرة إنجاز هذه المقاطع الترقية وشكرا المحترم نمر إلى السؤال الموالي موضوعه تأهيل طرق القروية الكلمة لأحد third المستشترا المفرق الأس 일이 المعصرة لتقديم السؤال سيساعد تفضل شكرا سيد الرئيس عن تأهيل طرق القروية نسيلكم سيد الوزير شكرا سيد مستشار المحترم جواب سيد الوزير شكرا سيد رئيس شكرا سيد المستشار المحترم فبالنسبة للطرق القاروية كما تعلمون فجاءت الملك أعطى مكانة خاصة للقرى وللعمل على تأهيلها وفق العزل عنها وفي هذا الإطار كانت العديد من البرامج التي تم وضعها البرامج الطرق القاروية الأولى والثانية التي قامت بها الوزارة والتي مات أكثر من 26 ألف كيلومتر وهناك كذلك الطرق القاروية التي تم استثمارها وإنجازها في إطار الصندوق التنمية القاروية والتي وصلت إلى 20 ألف كيلومتر وكل ذلك مكنا من فق العزلة على أكثر من 40 مليون من المواطنات والمواطنين ولكن كما جاء في سؤالكم من ضروري العمل كذلك على تأهيل اليوم هذه الطرق القاروية هذا التهيل فهو يتطلب ثلاثة أمور أمر الأول وهو معرفة مدى الإشكاليات المطرحة في هذا المجال وما هي الطرق المتضررة في هذا ولذلك اليوم فنحن نقوم بمع السلطات المحلية ومع المنتخبين ومع كذلك المصالح المهتمة بأولا تقييم هذه الطرق باش نكون معكم صارح حنا مندخلنا الوزارة مكان شهدنا الرصيد الطرقي القاروي الذي تم إنجازه في إطار صندوق التنمية القاروية وبتلي أدرجناه ونشتغل على إدراجه بالنسبة لهذه التصور باش يكون عندنا تصور عام حول وضعيات الطرق نقطة ثانية وهو ما سبق لي أن ذكرت أننا قمنا كذلك بعملية ديالصيانة الطرق القاروية واليوم يمكن أن نقول أننا نقوم بإشراك الجهات لكي يتفاعلون معنا ويساهمون كذلك في هذا الأمر ديالصيانة الطرق القاروية واش نضمنه كذلك الاستدامة ديالها وأخيرا هونالك العمل الذي انطلقنا فيه وهو مراجعة الترقيم ومراجعة كذلك تحديد ما يتصنيف هذه الطرق باش يكون عندنا كذلك واحد تصور خاص بالنسبة للمستقبل شكرا شكرا السيد الوزير المحترم تعقيب الفريق المحترم شكرا السيد الرئيس سيد الوزير كنشكركم على التوضيحات نتعكم المجهودات اللي كتبت لها في هذا القطع كما كتعرفوا سيد الوزير أن جوج ديال المسائل المهمة بالنسبة للتنمية في العالم القاروي هي الطرق القاروية والماء وهي جوج ديال المسائل اللي كتساهم باش نحاربوا الهجرة القاروية وباش المواطنين المواطنات يقدروا يستمروا في ساكن في المناطق متعهم تكلمتوا على البرنامج الوطني الأول والتاني اللي كان برامج مهمة في السابق بالنسبة للدولة لتأهيل الطرق في العالم القاروي إلا أنه سيد الوزير في الولاياتين السابقتين تعالحكومة اللي دازو كان واحد تأخور كبير في التتمنى على البرنامج الوطني الثاني ديال الطرق ولذلك منين جاءت هذه الحكومة عرفت واحد تسريع ديال مجموعة من الطرق اللي لسمحتولين تير الانتباه ديالكم البعض منها كالطريق الجهوي رقم خمسمائة وربع الرابطة بين قرسيف وبركين اللي من هاد المنبر كنشكركم على الإعطاء نتعلم طلاقة ديال الشطر الأول من قرسيف للصباب على 34 كيلومتر وكان طلبوا منكم بإلحاح سيد الوزير مراعاة الجزء المتبقي من صباب البركين أو تام جيلت خاصة وأن هذا المقطع غد يدوز على سترق ومادي اللي هو سد من سدود الكوبرة في الجهة الشرقية وهذا المقطع بإضافة لأنه غد يوصلنا للسد وكذلك هيقدر يساهم في خلق واحد المنطقة سياحية بوجود هذا السد كذلك الطريق الجهوي 588-511 الرابطة بين مزجيتا معين زورا هناك تربطنا بين إقليمين إقليم جرسيف ودريوش اللي عرفت واحد تأخر كبير بسبب مستارات نزع الملكية ونسي للوزير لازم أنني انتير الانتباه ديالكم أنه لا يمكن أننا نعطيه صفقة والمستارات ديالنزع الملكية أو تسويات العقار ما زال ما تصفاتش لأنك تخلق مشاكل كبيرة الوزارة ديالكم الإدارات ديالكم والمقاولين وهنا هالطريق رات التسنيم اللي تعطات وتريزيليات صفقة ديالها وما زال المستارات ديال النزع الملكية في مستمر وهذه طريق وشرايان جد مهم خاصة أن الساكنة ديالدريوش منك يخرجوا من لوتوروت في مسون راكيدوزهم ديالترق بش يدخلوا الدريوش عن عين زورا كذلك دائما الربط والتنمية ديال العالم القراوي كنت طلبوا منكم أنكم تشوفوا الربط ما بين إقليمين قرتيف وتازا عبر جماعة رسل قصر وجماعة مغراوة بين دوار والدريس ودوار السرير عبر قنطرة فوق ود مرلو وكذلك نترى الانتباه ديالكم للطريق الرابطة بين طريق الوطنية ربعمية وثمانية وملتقى طرقين وزان وصورس دلوحدة والطريق الجماعية الرابطة بين مدينة أزيلل ومنطقة أزود الخلابة والتي تقدر تكون عندها آتار تنمية سياحية ونحن متأكدين سيد الوزير أن المجهودات التي تقوم بها هي مجهودات جبارة لتنمية هذه الطرق القراوية غير نتمنى أنكم تأخذوا بعين الاعتبار هذه النقطة التي تريدنا لتباه ديالكم لها باش نكملوا المسارة نتعة تنمية وشكرا شكرا سيد المستشار المحترم كلمة لكم سيد الوزير في طرف التفاعل مع التعقيم تفضلوا سيد الرئيس شكرا سيد المستشار المحترم أنا فقط بسرعة ثلاثة الأمور نقطة الأولى وهو أننا طبع نحن قررنا أن هذا المقاطع الطرقية اللي ما كانش كملات في المخطط الثاني ديال التنمية القراوية ديال الترق القراوية أننا نمولوها من الوزارة باش ناتم ولذلك نطلقنا في تسريع الواترة ديال الإنجاز لأنها كانت العديد اللي بقت واقفة بقت ألف ومئة كيلومات والحمد لله رحنا برمجنا العديد منها إن شاء الله ونصرعوا في إنجازها ومنها الطرق اللي تفضلتوا بها المقاطع الطرقية اللي تفضلتوا بها نقطة ثانية وهو أنه تنمية العلام القراوي تطلب الموا ولذلك درنا واحد المخطط لغيجال لأنه تكون عندنا سدود ويكون عندنا كذلك سدود تلية ويكون عندنا كذلك المحطات ديال تحليات المياه اللي هي المتنقلة والنقطة آخيرة وهو الأنشطة الاقتصادية كان الفلاحة والكتفصندير السياحة تصندير كذلك الصناعة في العالم القراوي وشكراً السيد وزير المحترم نمر إلى السؤال الموالي موضوعه مآل بواخر شركة جرف الرمال المتركة بالمواني المغربية الكلمة لحد السيد المستشارين فريق تجمع الوطني الأحرار السيد كامال تفضل شكراً سيد الرئيس سيد الوزراء إخواني أخواتي المستشارين سيد الوزير نسائلكم عن مآل بواخر شركة جرف الرمال المتركة بالموالي المغربية شكراً سيد المستشار المحترم جواب السيد الوزير شكراً سيد رئيس شكراً سيد المستشار فكما تعلمون هذه الإشكالية التي تلتبها إشكالية كبيرة لليامتروحة واللي هي مرتبطة بعديد من القضايا ونحاول الخصاب بسرعة أولاً أن هناك كما تعلمون مجموعة من الصفقات التي تم عقدها لولوج الموانئ الوطنية هذا البواخر شركة مختصة في جرف الرمال غير أن الأخيرة تعرضت لصعوبات مالية أدت إلى فتح مصطرات سوية القضائية ضدها كما أنها تعرف نزاع قضائياً بين ورطة مالكها السابق ومالكها الحاليين قامت الوزارة من خلال وكالة الوطنية الموانئ بسلك جميع المصطر القضائية اللازمة من أجل رفع الضرر الذي تشكله تلك الوحدات المتركة على حركيات الموانئ حيث تم اصددار أوامير قضائية قضت ببيع بعض الوحدات بالمزاد العلاني ووضع تمار البيع بصندوق المحكمة لفائدة من له الحق فيه وذلك وفقاً لمقتضيات القانون المتعلق بشرطة الموانئ في حين أن مصاطر أخرى لا زالت رائجة أمام المحاكم المختصة وذلك بسبب فتح مصطرات سوية القضائية أثناء مباشرة إجراءة تنفيذ الأوامير سريفة ديت تم صدور أوامير قضائية جديدة قضت بإيقاف مصاطر تنفيذ أمر الذي دفع الوكالة إلى التماس رفع إيقاف تنفيذ وستمح لها باستكمال إجراءات البيع القضائي لما تشكل ذلك تلك السفون من تهديد في المنظمة المينائية غير أنه تعذر عليها تنفيذ ذلك لعلّة فتح مصطرات تصفية ووعين منها بأهمية هذا المينف بادرة الوكالة بمراسلة سنديك تصفية وكذلك سيد رئيس المحكمة التجارية قضت سريع بين الوحدات المعنية وفق المصطرات المنظمة لتصفية وشكرا شكرا سيد وزير المحترم تعقيب الفريق المحترم تفضلوا سيكمل شكرا سيد وزير كما قلته هذا واحدة المشكلة جد كبير ولكن فيه واحدة المنفعة العامة كتعرفوا بأن هذه الشركة جرف الموانئ أو هذه البواخلة هي مختصة في جرف الموانئ هي واحدة الشركة التي تأسات سنة 1984 من طرف الدولة والتي تم الخوصصة دلها سنة 2007 الكل كعرفت سيد الوزير بأنه اليوم الموانئ من أهم الأنشطة داخل الموانئ هو جرف الموانئ لأن الموانئ المغربية كلها خصة وحدة الصيانة سنويا وخاصة الموانئ جل جنوب بما فيها ميناء طانطان وكننا عرفوا الحديثة جل ذلك الباخرة نقلة النفط لحرارتات في الميناء جل طانطان نظرا تراكم جل الرمال وما كيش البواخر جل الجرف اللي غيرتغتكون كاريتة طبيعية على الشواطئ المغربية كان كذلك الميناء جل جل سيلي إفني الميناء جل بوشدور الميناء جل العريش وحدة الموانئ كذلك في الشمال اللي سنويا خصى الجرف ديالها واللي اليوم بتوقف ديال هاد الشركة راكي تقام واحدة ميزانية ضخمة على الوكالة الموطنية للموانئ اليوم سيد الوزير كان عرفوا هاد البواخير هاد الأمر ماشي كيهم الوزارات ديالكم كيهم كذلك الوزارات ديال النقل واللوجستيك لأنها بواخير مغربية تحملوا العالم المغربي بإعافت المسألة اليوم كيش شجعب obraس كون واحد دراسة حوالا بواخير مغربية سواء بواخير تجارية او بواخير ديال الخدمات لمن هاد البواخير ديال الجرف اليوم هاد البواخير لكتعتبر مبات خيموان ديال ديال المغرب ديال الدولة المغربية رغم انها ديال واحدة الشركة را عليهم غا تتباع في المازال العلاني اول واحد لغياخد بي Equest Far practitioners دائنين لهادة الشركة اول واحد لغيتخلص هو الدولة المغربية عن طريق الوكالة الوطنية للموانئ. واشمكي باشيكم سيد الوزير في العظمية البواخير تشريهم الشركات اجنبية اللي هي مختصة في المتلاشيات وفي تخطيع ديلة البواخير تخطيطهم الدولة ودير واحد شركة مع الشركة مع الخواص وتخدم لأنك هنا واحدة نيسي سيتي ديلة دغاقاج. ضروري احنا المغرب غادي نبقون دراجيو في الموانئ دينا وكذلك هناك استثمارات استثمارات اخرى. اكتر من ذلك سيد الوزير اليوم هذه الحكومة اليوم عندنا الحمد لله الجرأة في ايجاد الحلول واحدة المجموعة دي المشاكين كان جرأة سياسية اللي هو مهم في هذه المشكلة هذا هو 800 منصب شغل 40 سنة من تجربة دي الملاحة ودي الجرف الموانئ اللي غنسمحوا فيها سيد الوزير. اكتر من ذلك الى اليوم هذه البواخير تبعت ومشأت المتلاشيات وفكرت الدولة المغربية او الخواص باش تبني مثل هذه البواخير راه تتامن ديلها استاذ المرات سيد الوزير راه اليوم الثامن ديل بواخير تضرب ستاب. اذا كيفية غد يكون واحد العب على الميزانية الدولة كنت نطلب منكم في اطار الحكمة اللي كتجلوا بها السيد الوزير وتجربة دي لكم في تسير واحد المجموعة دي المؤسسات العمومية والاستثمارية انكم تفكروا الله يخلكوا متاخدوا اكتر من الوقت باش كيفاش يتدبر هاد الميلف لانا كنشوفوا بان اليوم العالم المغربي 19 الباخيرة اليوم المتواجدة في واحد المجموعة دي الموانئ المغربية هناك ميناء راس الماء ميناء العريش ميناء الضربضة ميناء الجرسفر كلها فيها هاد اللي باطولي هما ابوندوني واللي كيشكلوا اليوم خطار داخل الموانئ لانا منك يكون الرياح ولا كتكون هيجان دي البحض كتكون مهدادة باش تقطع الحيبال دي لها وتكون الكاريتة بحالي كانت وقعت في الميناء دي الأقادير وتخيرت واحد العدد كبير دي البواخير دي الصيد هذا واحد المسألة كنت نطلب منكم سيد الوزير لحكمة دي لكم والجرأة السياسية دي لكم باش تخذوا القرار الحكيم وشكرا شكرا سيد المستشار المحترم كلمة سيد الوزير في إطار التفاعل مع التعقيم تفضلوا سيد الوزير سيد رئيس شكرا سيد المستشار فكما تعلمون هذا الملف هو ملف شائك يتطلب بالطبع الدراسة المعمقة ويتطلب أخذ بعي الاعتبار العديد من الأولويات الأولوية الأولى كما تعلمون وهو بالطبع حل إشكالية القضائية والتي هي في طور تسوية الإشكالية الثانية والنقطة الثانية وهو بالطبع العمل على تجنب أي ضرار على الموالي وعلى المواطنات والمواطنين والقضية الثالثة هي العمل كذلك على الضماني أن يكون هناك هذه المعرفة المتراكمة وهذه الجربة المرات التراكمة أننا لا نضيعها بل أكثر من ذلك أننا نستمرها في المستقبل وهذا ما نعمل في اتجاهي وشكرا شكرا سيد الوزير المحترم نمر إلى السؤال العاشر والأخير في محور الجهيز والماء موضوعه العدالة المجالية في توزيع الماء الصالح للشرب الكلمة لحد السادة المستشريم جموعة كنفيدرية ديمقراطية للشغل تفضله السيد الحسن شكرا سيد الرئيس نسألكم سيد الوزير عن الإجراءات والتدابير المتخاذة من أجل عدالة مجالية في توزيع الماء الصالح للشرب شكرا سيد المستشار محترم جواب سيد الوزير شكرا سيد الرئيس شكرا سيد المستشار في الواقع هذه القضية العدالة المجالية هذا هو الهدف العمل لنا فالحكومة طبقا توجيهات الملكية السامية وبالطبع الإشكالية الماء هي إشكالية كبرى التي يمطرحها وتطلب بنا أننا نعمل افتجاه أن تكون هناك عدالة مجالية لماذا؟ لأننا تريد أن نعرف بأن 53% الواردات المائية فهي مركزة على 7% للتراب الوطني وهذا حداته تشكيل إشكالية في الإطار ولذلك من أجل ضمان هذه العدالة المجالية اشتغلنا على عديد من الأمور النقطة الأولى وهو ضمان الماء السرح الشرب بالنسبة للمناطق الساحلية واليوم كما تعلمون جاءت الملكة أعطت توجهات دياله السامية واليوم انطلقنا في تفعيل العديد من المشاريع واليوم وصلنا 190 مليون متر مكعب اللي ديالة الحلية كنا في 140 مليون في 2021 وإن شاء الله في أفق أننا نفوت مليار و 500 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030 هذا الأمر عنده واحد الأهمية قصوى لأنه غير ضمان 50% الماء السرح الشرب بالنسبة لساكنة الوطنية وأنتم عارفين بأننا 65% ديال المواطنين تتكنوا في السواحل غايمكن أننا غايمكن أننا غايمكن أن نقتص دول ما اللي كانت يمشي للسواحل ولهذا المدن الساحلية باش يبقى في السدود وغايتم استعماله بالنسبة لعالم القراوي وغايتم استعماله كذلك بالنسبة للمدن الداخلية وبنسبة للساقي ثالثا أننا كذلك أننا استغلنا كذلك على معالجة المياه العادمة باش يتم كذلك الاقتصاد من الماء اللي كانت يتخدم السودود باش يمشي كذلك لهذا المناطق ونشتغلو كذلك على ضماني 200 لأهد السنة 200 محطة ديال تحليات المياه ومعالجات المياه المدنية اللي غايتكون في جميع المناطق والأقاليم ديال المملكة باش نضمنوا هذا التوزي العادل وأكثر من ذلك دخلنا المنطق ديال التضامن هاد المنطق ديال التضامن بنينها لجوز النقاط أولا الربط ما بين الأحواد المائية ربطنا ما بين الحوض ديال السبو إلى حوض أبيرقراق بغينا نوصله إن شاء الله لحوض الأمر با إلى سيد المسيرة وحوض كذلك اللوكوس باش ننضمنوا واحد مليار ومئتين مليون متر مكعب اللي غايتبدا تمشي توصل لهذا المناطق النائية اللي هي فيها اللي عندها واحد خصاص وناخدوها من المال اللي كانت يمشي اللي بحر في المناطق اللي فيها العديد من التساقطات المطارية والواردات المائية ودخناك منطق جديد ديال في إطار كذلك التضامن ما بين تحليات المياه مثلا نقوموا بتحليات المياه مثلا في أسفي باش ننصله المال للمراكش باش ننصله البنقرير باش ننصله الخريبقاء من خلال المكسب الشريف الفصفات وكذلك دباتنا غن ناخدو إن شاء الله الماء من تحليات المياه ديال في الأسفل باش ننصله البرشيد وننصله كذلك السطات والضرب الجنوبية إذن اليوم يمكننا اعتبار بأن السياسة متبعات طبقا توجيات الملكية تهدف أساسا إلى ضماني العدلة المجالية وشكرا سيد الوزير المحترم إذن تعقيب المجموعة المحترمة تفضل سيد مستشار شكرا سيد الرئيس سيد الوزير إن تحقيق العدلة المجالية فيما يتعلق بماء صالح الشرب ببلادنا يتطلب دمان الوصول العادي لهذه المادة الحيوية من حيث الكمية والجودة وذلك من خلال وضع مؤشرة دقيقة لقياس تأتي المشارع المائية وكيفية إذراك تأتي الاستثمار الضخمة وقياس مدى إسهام في تحقيق هذه الأدلة السيد الوزير تواجه العديد من المناطق إشكالا لمستوى سد الحاجيات من الماء حيث تتوالى في القطاعات في تزويد بالمياه وفي ذات الوقت تزيد جماعات قروية تعاني صعوبات في الحصول على المياه الصالحة للشرب حتى تلك القريبة من السدود مثل دواوير القريبة من السد الوحدى جماعات المحادية لستود غابتين غير ومما يفاقم هذا الوضع غياب دراسات الفنية الضرورية لنجد أنفسنا من جهة أخرى أمام مس بالحق في جودة المياه مما يعمق الفوارق المجالية حتى في التمتع بهذا الحق كما أنه من أجل إنقاذ نهر أم الربيع من تلوت بسبب المياه العادمة فإننا نسجل أن محطة تصفية المياه التي توجد في طور الإنجاز تعتبر نقطة إيجابية إلا أن المصب مغلق نهائيا والنهر منفصل عن البحر مما يؤثر سلبا على جودة المياه ويتسبب في انبعات الروائح الكريه لكن لا بد من العمل على فتح مصب أم الربيع بطريقة مستدامة كما أوصت به الدراسة في الموضوع سيد الوزير لقد سبق أن صرحتم بالبرلمان منذ 2022 أن الوزارة تعكف على تسريع وطيرة إنزاج 129 ستل وصغير برسم الفترة 2022-2024 في كل جهات المملكة ومع ذلك فإلى حدود شهرمي 2024 لم يتم بعد تحقيق هذا العدد من السدود كما تم إعلان عنه مما يتير التساؤل حول فعلية إنجاز 129 سد الموعودة ومدى صدقية الأرقاب المقدمة وحول عدم تعميم إعادة استخدام مياه صرف الصحي المعالجة في كثير من المناطق وهذا الأمر يقتصر على جهات دون أخرى سيد الوزير نود الإشارة إلى التفاوت الحاصل بين المبالغ المرصودة الاستثمارات والمشارة لقطاع الماء وتلك التي تتعلق بتسير وظروف عمل الموارد البشرية ففي 2022 كانت ميزاني استثمار قطاع الماء حوالي خمسة المليار درهم مقابل ميزاني تسير مئتين مليون درهم وفي عام 2024 تضاعفت ميزاني استثمار لتصل إلى عصرة مليار درهم في حين ظلت ميزاني تسير 218 مليون درهم فهل بنفس الإمكانيات والظروف الصعبة التي اشتغلت فيها الكفاءات وقطاع الماء يمكن السيد الوزير إنجاز المزيد من المشاريع مع الإبقاء على نفس المستوى المتدني لظروف العمل والتعويضات والامتيازات المصاحبة سيد الوزير إننا في المجموعة الكونفيدرال الديمقراطية للشغل ندعوكم إلى ضرورة تحسين ظروف عمل أطر الوزارة وذلك بإحداث نظام أساسي خاص بهم منصف ومحفز وهذا يتطل بسناف حوار جدي ومنتج لمعالجة القضايا العدالة الأجرية ووضعية الأطر الإدارية من أجل ضمان خراطهم الكامل في النهوض بهذا المجال شكرا سيد المستشتر المحترم سيد الوزير تفاعل مع التقيم تفضله شكرا شكرا سيد رئيس أنا فقط ثلاثة الأمور أمر الأول وهو أولا نريد أن نشكر الأطر الوزارة والعمال الجاد اللي تقوموا به إننا تلابوا حد دور مهم وهذا الجو الاجتماعي الأساسي داخل الوزارة اللي يمكن أننا نحقوها الأدف لأن كل شيء واعي بالإشكاليات المطروحة وكان ضروري أن يكونه لكتابي أكتامة بنسبة للسدود تلية كذلك بغيت نأكد بأنه هذا كان برنامج في إطالة الجهات يمتبين بأن العديد من هذه التكاليف المرصدة باش نكونوه كذلك صرحة مع المغربة وبالتالي فنحن نشتغل على مراجعة هذه البرامج وانطلقنا في تنفيذي وتسريع العديد من السدود تلية في هذا الإطار والنقطة الآخرة بالنسبة للنقطة التي تفضلت بها المعالجات المياه وخصوصا بالنسبة هنا بغيت نقول لكم بأنه صحيح إنه كين إشكالي متروحة ولذلك اليوم بالنسبة المحطة المعالجات المياه رحنا بدنا نديرها قريبة من السدود باش الجماعات الترابية المجاورة للسد تستفيد هاتشي ما قمنا به في زاقورة وصلنا إلى 25 جماعات اللي هي تستفيد كذلك من السد وشكرا شكرا سيد الوزير المحترم كمان نشكركم على مساهمتكم القيمة في هذه الجلسة المباركة نرحب السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وننتقل لسؤال الآن الأول الموجهي لقطاعه وموضوعه ملاءمة التكوين الجامعي مع حاجية سوق شغل كلمة السيد المستشار من فرق تجمع الوطني الحرار تقديم السؤال سيدة فاطمة تفضلي سيد الوزير عن ملاءمة التكوين الجامعي مع حاجية سوق شغل مسائلكم شكرا شكرا سيد المستشار المحترم كلمة السيد الوزير للجواب على السؤال شكرا سيد الرئيس شكرا سيدة المستشار المحترم سيدات السادة المستشارين شكرا لسؤال كي كتعرفوا اليوم من المشاكل الكبرى التي مطرحها لشباب دينا وهي الكفاءات التي تنسميها الكفاءات الأفقية والكفاءات اللغوية وهي اللي عملنا لها وهي اللي دخل اليوم في الجوهر دينا التحول دينا منظومة كتعرفوا بأن الكفاءات في تخصصات مهمة ولكن مع التحولات اللي كنا اليوم الكفاءات اللغوية والمهارات الداتية والكفاءات الأفقية والليات من المسائل اللي كتعطيها هذه الوزارة دينا والحكومة دينا أهمية كبيرة أولا درجنا هذه الوحدات دينا المهارات والليات إلزامية ودرجناها في الهندسة البيداغوجية أولا في هذه سنة هذه اللي بدنا وفي السنة المقبلة ستتشمل جميع المؤسسات ديال التعليم العالي في المغرب اللغات وهذه المهارات اللي تنتكلم اليوم المهارات الأفقية بننا جميع المسالك ديال تكوين بشاركة مع الفاعلين السوسيو الاقتصاديين وكذلك برمجنا واحد البرامج بحل الحركية الوطنية وكذلك الحركية الدولية باش نقويه بدنا باش نخليه الشباب ديالنا يكون منفاتح وتكون عندو كفاءة شخصية درجنا ملحق ديال ديبلوم كواتيقة اللي كتطير رؤية واضحة عن تكوين تاليب هاد الملحق ديال ديبلوم هو اللي كيشهد بان هاد الشباب عملوا هاد الانشطة الموازية عملوا المصراح عملوا الموسيقى اللي كيخليه الانسان ينفاتح ويتوقف نفسه عملنا فضاءات ديال التمييوز ديال كواتيسان دوس باش نعطيو القدرات الرقمية بالنسبة للشباب ديالنا وكذلك تعميم مراكز المسارات المهنية لكارير سنتر باش نعونهم باش يمشيوا الامال وكي النقطة اللي مهمة واللي هي كبيرة مشينا فيها في عد منذ سنتين هي الشركات اللي درناهم مع قطاعات كقطاع صناعات تكوين مئة الف خريج في أفوق الفين وخمس وعشرين مع المهنيين ديال أطور المتوسطة والتقنيين بالنسبة للسيارات وبالنسبة للطيران كذلك قطاع التعليم راكم تبعتوا بأن كل سنة كان نعملو تكوينات خاصة بالمعلمين ديال معلمين الغد وكذلك قطاع التدام الاجتماعي لعشر ألاف مساعدة ومساعدة اجتماعي في أفوق الفين وثلاثين وكذلك قطاع الصحة لعنفية وخصص كبير هذو ما التحولات لدرنا ولكن في الأخير بغيت غير نأكد سيدة المستشارة بأن الجامعة عندها هاد هاد الكفاءة باش تجاوب مع متطلبات سوق الشغل ولكن الجامعة كتبقى جامعة باش تفقها الإنسان وباش تكون الإنسان كشخص وراكم اليوم كتعرفوا التحولات الكبيرة اللي كينا كنقولوا كنبغيوا من الولدات والبنيات دينا تكون عندهم كفاءة الشخصية اللي كتخليهم يواجهوا التحولات والتحديات اللي كينا شكرا شكرا سيد الوزير المحترم إذن تعقيب الفارق المحترم سيدة المستشارة تفضلوا الدول الرهين بالقدر على تحقيق المعرفة والتعليم الجيد للأجيال الصاعدة بما يحفز لديها ملكة الإبداع والابتكار وبتالي توفير يد عاملة مؤهلة تقنيا لتستجيب لسوق الشغل وظلت الجامعة المغربية نبراسة للشباب ومنتجة للأطر التي تزود سوق الشغل بالكفاءات والمهارات اللازمة لكن اللي كان عيشه اليوم هو عد ارتفاع كبير في البطالة للشباب تفعل معدل لدى حامل الشهادات بـ 1.1 نقطة منتقلا من 18.6% إلى 19.7% مما يسائلنا حول الجدوى من تفريخ أفواج خريجين لا يستجيبون لحاجة الموحيد الاقتصادي والجماعي وكان أعتقد أنه مهما أطلنا الحديث في هذا الموضوع الإشكال الشائك لا يمكن هذا الموضوع أن نتجاوز إلا بمقاربة مجالية تراعي خصوصيات مخيط الجامعات وإقرار الوحدات الجامعية لمختلف الأقالين بالشكل الذي يتيح تيسير ربط الجسور بين تكوينات والحاجيات المرحة للمقاولات وسوق الشغل وإحنا كنتحدث على الجهوية المتقدمة كما أن هذا الوضع سينتقل بنا إلى ترسيخ تكوين في شق كبير منه ميداني تطبيقي ينزع عن الجامعة عزلتها عن المحيط وما تكونش الجامعة هي كتعملنا التكوين وكتفق هنا ولكن خستتشغلنا كذلك إذن اليوم في هذا الإطار نحن نجد الأسف ذينا للتراجع غير المبرر وغير الموضوع عن العديد من الوحدات الجامعية بالعديد من الأقاليم مثل إقلم وزان وخنفرة وتنغير والحسيمة وتونات وغير الأهل مجران بدون أي بدائل لحد الآن في ظل ارتفاع منسوب الهضر الجامعي الذي بلغ مستويات قياسية إذ أن 47% من طالبة كي يغادروا اليوم دون الحصول على الشواهد والتي يعود جزء كبير من أسبابها للعامل المادي والتقافي خاصة بالنسبة للفتاة هذه الأخيرة التي هي اليوم تصدر الصفوف دي الأقسام والمدارس والجامعات بأعلى نسب النجاح والتفوق وفي هذه الصياف لا بد أن أعرج كذلك للاحتقال لكتعرف كلية الطيب اليوم في وقت البلد بحاجة مسة للأطر الطبي وشف الطبية للمساهمة في إنجاح الورش البلكي الكبير للحماية الاجتماعية ونحن نمني النفس معكم من أجل تسوية عاجلة وآنية لهذا الوعد وهنا هذه المفارقة سنعرف بأن اليوم تذكره وأن ما نعيشه من طفرة في مجال تكوين الطبي يعود له الفضل في التوزيع المجالي لهذه الكليات ببختلف جهات المملكة وشكرا السيدة المستشارة المحترمة ونمر إلى السؤال الآن الثاني موضوع الإصلاحات الجديدة الخاصة بسلك الدكتورة الكلمة لحد السيدة المستشارين فريق الأصالة والمعاسرة لبسط السؤال تفضلوا السيد المرابط السيد خمار تفضلوا السيد رئيس السيد رئيس السود السود نعود الحساب نعود الحساب مرحبا شكرا السيد رئيس المحترم السيد وزير المحترم نسألكم السيد وزير المحترم عن الإصلاحات الجديدة الخاصة بسلك الدكتورة أو ما اصطرحتم عليه الجيل الجديد من الدكتورة شكرا شكرا السيد رئيس المحترم السيد الوزير الجواب شكرا السيد الرئيس شكرا السيد المستشار المحترم أولا في هذا البرنامج تكوين جيد جديد من طلب الدكتوراه كشكل من أحد الركائز والمحاور الكبرى ديال التحول ديال منظومة التعليم العالي والبحث العالمي إلا بغينا نكون لدينا كفاءات خاصة نقدرون نكونوا قادرين باش نكونوا دكاتيرا اللي هما اللي غادي يكونوا أستيدة بحثين واللي هما غادي أطروا لنا الأجيال القادمة اليوم عملنا من جهة تغيير بالنسبة للدوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية خاصة بالدكتوراه وكذلك اطلقنا هذا البرنامج الطموح اللي تنظن بأن جميع الجامعات وجميع المختبرات كي تسنوا فيه منذ 30 سنة لأول مرة في تاريخ الجامعة المغربية غادي نعملوا هاد ألف دكتور من جهي الجديد اللي عنده من حالي 7000 درهم وعنده واحد الإلزامية دي واحد الحركية الدولية دي السنة في ضرفة السنين وهذا دكتور من جهي الجديد هاد الألف غادي يكون عندهم واحد الإلزامية باش يتعلموا التدريس باش يدخلوا في التدريس اللي كنسميهم دكتورا مونيتر هادو ألف ولكن غيرنا من الدوابط البداغوجية باش نرفعوا من القيمة ديال الدكتوراه من بعض النقاط هي الإلزامية ديال استيجابة ديال مواضيع البحث العلمي الأولويات التنمية الوطنية وهذا ما كيعنيش بأن ما غادي نعملوا إلا في هاد المجالات هادو هي مفتوحة لأن البحث العلمي ما عندوش ما عندوش حدود ولكن غن نعطيه أهمية لهادو الأولويات التنموية تحديد أجل كل مراحل سلك الدكتوراه بحل ما كيديرو الأنجلوساكسونيين تحديد شروط المتعلقة بالنشر العلمي لطلبات الدكتوراه ما غننشروش في المكان ما غننخلصوش باش ننشرو إدراج الإشهاد في اللغات باش ما نخليوش أستاذ جامعي ما كيتكلمش على الأقل الفرنسية والإنجليزية وكذلك ضمان جودة الملف العلمي لأعضاء لجنة مناقشة الأطروح باش ما يبقاش النقاش دي الخبراء وهذا البرنامج اللي درنا اليوم جاتنا أكثر من ربع آلاف شاب شاب وشاب لي لحطوا لتبارا وعلى هاد الألف واخدينا منهم ألف واش ما نعطيه الأرقام ألف وربعمية وتمينية وتلاتية ومن بعد تم اختيار آلف مستفيد لأكثر استحقاق باش تبقى لنا دي كربعمية إلا كان شي واحد تنازل وبغى يمشي والتوزيع دي لهاد الممنوحين حسب الموادع العلوم الإنسانية والاجتماعية اللي عندنا فيها خصص كبير اليوم في بلاد دينا مياه وثمين وفرقه مياه وثمين وخمسين منحة دكاء استناعي مياه وثمين وربعين منحة الماء وتغيير المناخ مياه وثمين وثمين منخة مياه وثمين منخة لا يمكن أن أعطيكم ما يمكن الموادع لكلها موادع تتصب باش تعاون الشركات دينا وتعاون تنمية دي البلادنا في البحث العلمي شكرا شكرا سيد الوزن المحترم تعقيل الفارق المحترم تفضلوا الشيخ أحمد تفضل شكرا سيد الرئيس المحترم سيد الوزن المحترم سيدات أساد المستشارين المحترمين سيد الوزن لا يسعونا في فارق الأصال المعاصرة في مجلس المستشارين سيوى التنويه عاليا بالمجهودات الكبيرة والجبارة التي بذلتموها وما زلتم تبذلونها لتنزيل الإصلاحات جوهرية واستراتيجية في هذا القطاع الحيوي حيث اتخذتم مجموعة من التدابير الهامة من أجل إصلاح شمولي لهذا القطاع بما فيها إصلاح وسلك الدكتوراه وهي الإصلاحات التي كانت تحتاج إلى جرأة سياسية وتدبيرية حقيقية ورغبة خالصة في الإصلاح الذي يستهدف المصلحة العامة وليس الفئوية أو الشعبوية أو من أجل مصالح الانتخابية الضيقة مثل اتفاقيات الغزيرة التي تم التوقيع عليها لإحداث الأنوية الجامعية يمينا ويسارا في المدن والأقاليم دون موارد مالية خاصة بذلك فقط من أجل إرضاء الأصوات الانتخابية على حساب الإصلاح الحقيقي للجامعة المغربية وجعلها أقطابا علمية كبيرة صالحة للتدريس وليستها ياكلة فارغة غير متوفرة على الوسائل اللوجيستيكية والأطور المؤهلة سيد الوزير المحترم إن ارتياحنا لإصلاحات التي تقومون بها نابع من كون الإصلاح تجاوز الأوراش الكلاسيكية المعتادة إلى مضمون الرسالة العلمية التي تقدمها الجامعة وتجويد مستوى التعليم العالي وجعله في خدمة سوق الشغل وفي تجاوب مع التحديات المطروحة على بلادنا اليوم كالماء والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات وفي هذا الأطار نثمن التوجهكم في بداية الموسم الجامعي الحالي 2023-2024 بشروع في العمل بضوابط جديدة تؤطر نظام الدراسات بسلك الدكتوراه من بينها إقرار ملحة شهرية تقدرها سبع ألاف درهم بالنسبة لطلبة الدكتوراه من الجيل الجديد وهذا الإصلاح الأخير في حد ذاته يعتبر ثورة في مجال التعليم العالي لأنه إجراء غير مسبوق ومكلف لميزانية الدولة لكنكم قابلتم وتحملتم جرأة اتخاذه والدفاع عنه لإيمانكم بجدواه وأثره الإيجابي على مستوى التحصيل العلمي ببلادنا وعلى تحسين اقتصادها وتنميتها عموما السيد الوزير المحترم بدأتم خلال الموسم الجامعي الحالي بتخصيص مع مجموع ألف منح الدكتوراه من الجيل الجديد للمرة الأولى وأملنا فيكم كبير من أجل الرفع من هذا العدد في المستقبل حتى تتمكن الجامعة المغربية لمواكبة سوق الشغل فعلا وقولا كما نطمح فيكم أن تراعوا بقوة العدالة المجالية في هذا الموضوع بما فيها العناية بطلبة قالي من الجنوبية شكرا 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 هذه من النقاط التي اليوم عندنا في التكوين الجامعي ليس غير في بلدنا نظن بنا في جميع الدول التي كلنا ولينا متفقين عليها عشرين عام من قبل لم نكننا ربما كان أعطيها أهمية كبيرة كتعرفوا القيمة الرياضة وكذلك القيمة جميع الأنشطة الموازية بسبب التكوين للإنسان وبالخصوص في الرياضة أن الرياضة تتكون الإنسان على الانفتاح والمناعة دياله وكذلك على احترام الآخر وأنا بغيت غير في هذه المناسبة هذه بغيت أن نوه بالعمال الجبار الذي يديروه الجامعات المغربية لا الرؤساء ولا العمداء وإذا تبعتوا هذا الفوتسال الذي داز في الأخير في بلدنا كانوا خمسة ديال اللاعبين من جامعات القونة التي سنستقبلهم لكي نحترفوا بهم ولم يكن هناك شيء غير تماما جميع الألعاب التي تدوز التي ربما لم يكن نتابع لها لأنها ألعاب جامعية ولكن هذا الفوتسال لأنها بينا لخرجوا من الجامعة وقرأوا في الجامعة وبعض المرات كانوا طلبوا من الجامعات وكانوا طلبوا من العمداء والرؤساء لكي يسهلوا لهم الدراسة لهم لأنهم يعرفون بعض المرات يتحولون يتحولون الدول الأخرى أولاً عملنا بتعزيز البنيات التحتية الرياضية لا أنا ولا جميع الرؤساء الجامعات ولا جميع الطاقة اللي كانوا في الوزارة مآمنين بأن الرياضة ستكون في صلب التكوين لأن الشباب ديالنا سبعتاش ولا تمنتاشر عام اللي كان يجيل عندنا عنده خمس سنين خاصوا يكمل المسار دياله في الرياضة وربما يبداه يبداه في الجامعة تانياً تمنظموا بطولات والدورات والمنافسات الرياضية اللي كتعمل لها المكتب لونوسك اللي مكلف بها في إطار الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية ونحن عاد أو تاني سنزيد بها في رصنا لها مالية جديدة لكي تكلف بهذا الأعمال بالنسبة للموسيم الجامعي 2022-23 عرفنا كثير من 1400 نشاط رياضي على المستوى الوطني أربما سنزيدوا فيه سننطلعوا من هذا الرقم 1400 وبغيت أخبركم بأن سنزيدنا الجامعة العام للجامعة الملكية للرياضة الجامعية جدات الهيكل لها لأن كان رأسها كوزير للصهار على تنفيذ البرنامج الوطني للرياضة الجامعية إن شاء الله سنرى عن مقارب واحد النقاط التي سنتكلم عليهم في الأسابيع المقبلة التي سنستقبلوا مناظرات ومباريات دولية جامعية في بلادنا إن شاء الله كيف ما استقبلنا كأس العالم 2030 شكرا السيد الوزير المحترم تعقيب الفارق المحترم سيموهامد هلمي تفضله شكرا سيد الوزير نعتزل سيد الوزير بأن نتقاصم معكم مفهوم الاعتبار الرياضي الجامعية الرياضة الجامعية وسيلة هامة من أجل بناء الأجيال الشابة وتنمية قدراتهم وإعادة وإعداد طلبة ليكونوا طاقة فائلة في المجتمع وهذا يستزم تخطيط متين وسليم وبدل الجهد وتكتيف العمل من قبل الجامعات بالإضافة إلى السعي والتأكيد على جودة العمل فالرياضة دور فعال في تكوين جيل صالح سواء سواء في مجال الرياضة أو التكوين ويؤثر إجابا على سلوكاتهم سواء كانوا في المدارس أو الجامعات وحتى في الحياة اليومية ويكتفي أنها تبعدهم عن طرق الانحراف تبعدهم عن طرق الانحراف فالرياضة الجامعية تعد جزء من الرياضة الوطنية بصفة الاعتبارية كيف لا وهي التي تنمي روافد المواهب الرياضية ومن هنا نؤكد على ضرورة الاهتمام بالرياضة الجامعية ومن أجل تنمية المواهب وخلق فرص لهم عن طريق إقامة البطولات الرياضية المتنوعة على مستوى المؤسسات الجامعية فالشباب المغاربة يمتلقون القدرة على العطاء الفاعل والمستمر والعمال والتواصل والنشاط الدائم لتنمية مواهبهم وانسجام مع التوجيهات الملكية السامية أخيرا يعين الاعتبار مخرجات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي الذي ركز على شقه المتعلق بتطوير رأس المال البشري والنهوض بالرياضة بما فيها بما فيها الرياضة الجامعية باعتبارها رافعة التنمية بالنظر لأثارها الإيجابية من دعم لإمكانيات والقدرات الذاتية للشباب وبهذه المناسبة سيد الوزير ننوه بالدور الهام الذي تبدلونه من أجل أن يلعب المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية في الأوساط الشامعية طوره في توفير الخدمات الأساسية لصالح الطلبة خلال مصارهم العلمي والأكاديمي وخلال الأنشطاء الرياضية والثقافية ونأمل سيد الوزير ألا يبقى ده الرياضة الجامعية منحصراً داخل أسوار الجامعات المغربية بل لا بد من تنسيق مع الجامعات الرياضية المغربية بكل فروعها من أجل تبني الطاقة الوعدة من بيت طلبة الجامعات وتكوينها إلى جانب التكوين العلمي تكويناً رياضياً تكويناً رياضياً للموهبة إلى رحاب الاحتراف وكم كانت البطولة المدرسية والجامعية مجتلاً لأبطال رفعوا راية بلادنا خفاقة في المحافل الدولية وشكراً سيد المستشار المحترم نمر إلى السؤال المولي موضعه الأحياء الجامعية والكلمة لحد سيد المستشارين فرق اقتحاد العام وقاولة المغرب تفضلون سي عزيز لبسط السؤال أحترام السيدة والسادات المستشارين المحترمون نسألكم السيد الوزير المحترم حول الوضع التي تعرفها الأحياء الجامعية ببلادنا وشكراً شكراً سيد المستشار المحترم كلمة لكم سيد الوزير لردع السؤال شكراً سيد رئيس شكراً سيد المستشار المحترم أولاً الوزارة تعطي واحدة أهمية كبيرة لهذه الأحياء الجامعية التي تعرفوا بأننا فيها نقص كبير لليوم لدينا تقريباً مئة وعشرة ألف سرير بالنسبة لأحياء الجامعية ككل نجمع الأحياء الجامعية العمومية وكذلك الداخليات وكذلك الأحياء الجامعية الخاصة الخصوصية ولكن احنا درنا واحد الجرد في الحكومة دينا وخاصنا نكون عندنا تلتمائة ألف باش نوصلوا لربعمائة ألف وعشرة من هنا لألفين وثلاثين اليوم احنا كنصارعوا الزمن باش نكتروا من أحياء الجامعية هذا أول حل الحل ماشي هي الأنوية الجامعية تنظن بأن هذه العدالة المجالية المفهوم ديالها اليوم ماشي هي الحيوط والياجور العدالة المجالية هي كيفاش نجيب إنسان من وسط الضعيف وكيفاش نكونوه ونعطيه السورت والمفاتيح ديال الحياة وهذه المفاتيح ديال الحياة كتكون في مركبات الجامعية والأحياء الجامعية هي صلب المشاكين لدينا اليوم وهذه فرصة هذه فرصة باش نتوجي لكم بأن اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وولونوسك احنا فتحنا المجال الخواص باش حتى هما ينخارطوا في هذه الأحياء الجامعية ولكن الأحياء الجامعية العمومية نحن نخدمين لها غير هذه السنة ألف وثلاثة وعشرين وعشرين أعطينا دفعة قوية لهذه الأحياء الجامعية ألف وثمائية سرير فتازة اللي كانت حاصلة منذ عشرة سنوات القنيطرة ألف وثمائية سرير لحلة دابا أكادير ألف وستمائية بالإضافة لتوسيع الحياء الجامعية نادور 820 حياء الجامعية السويسية ألف ومائة سرير وفي النفس السياق سيتم افتتاح إقامة طلابية جديدة بأكادير في إطار الشاركة مع القطاع الخاص وتنظر في هذه الشهور القادمة إن شاء الله نعملوا واحد العمال مع السيديجي ونعملوا مع مؤسسات أخرى كي نقويوا من هذه القدرة الاستيعابية ديال أحياء الجامعية ديالنا هذا ورش كبير لا بغينا نكملوا في هذا المسار ديال التكوين والتمكين ديال الإنسان خاصنا نجيبوا الجامعة خاصنا نجيبوا الجامعة لأن اليوم تحول الكبير تجارب اللي كانت في فرنسا واللي كانت في سبانيا واللي كانت في جميع الدول وهذا التحول اللي سيكون فيه كي نمكنوا الشباب ديالنا نتكلمنا على الرياضات نتكلمنا على المهارات الداتية وكفاءة أفقية وتكلمنا غير هذا الصباح استقبلت البخي نوبيل الأستاذ هاروش سيكون محاضرات في الرباط سيكون محاضرات في الدار البيضاء ولكن لا سيكون محاضرات في تازة أو في قدم صار نحن عارفين المشاكل نجمعوا الشمال ونحطوه ونجيبوه الطالبات والطالبات ديالنا إلا وصلنا إلى تلتمائة ألف تلتمائة ألف ساكان سرير تنظن كل نقص نتعاونه لي الجيهات كذلك الأقالين كذلك الجماعات هدورش ديالنا كاملين وكذلك القطع الخاص ليتعاون معنا شكرا شكرا السيد الوزير المحترم إذن تعقب الفريق المحترم سي عزيز تفضله نشكركم السيد الوزير المحترم على جوابكم حقا يعتبر السكن الجامي من الركائج الأساسية لتسهيل وتسهيل متابعة الدراسة بالتعليم العالي لشرائح عريضة من بنات وأبناء هذا الوطن الحبيب كما يساهم في الحد من ظاهرة الهذر الجامعي فبرجوع للمعطيات المقدمة من طرفكم سيد الوزير عملتم منذ بداية الموسم الجامعي الحالي على توفير ما يزيد عن 5500 سرير جديد في إطار مخطط لبناء أحياء جامعية جديدة في العديد من المدن الكبرى رغم أن بعض الأحياء الجامعية الجديدة لم يتم فتحها بعد كالحي الجامعي تليل بأغاديغ والقنيطرا وتازا وهي جاهزة بعضها منذ 2021 حيث ننتظر انطلاقات العمل بها قريبا وشكرا كما أنه سبق لكم سيد الوزير أن صرحتم في إطار تنزيل المخطط الوطني لتسليح تحويل منظومة التعليم العالي أن الوزارة ستعمل على رفع من عدة الأسيرة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص حيث قامت خلال السنة الماضية قمتم بإطلاق طلب التعبير عن النواية من أجل إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في ميدان السكر الجامعي وفي هذا الإطار فإننا ننوي بهذه المبادرة ونأمل أن تسفر عنها نتائج إيجابية كما نأمل سيد الوزير معرفة الأحياء الجامعية العمومية للمبرمجة الاستجابة للحاجيات الملحة بالمدن الجامعية خاصة لمواكبة كلية الطب والصيدلة التي تم إحداثها بكل مدن العيون وابن منلال وقلمين وراشدية سيد الوزير المحترم إن الوضعية التي تعيشها الأحياء الجامعية تستدعي اليوم من جميعا ضرورة العمل على ما يلي سنتشرح خاص بإحداث وتدبير الأحياء الجامعية بما يمكن للقطاع الخاص من الاستثمار في هذا المجال من خلال إقرار تحفيزات جبائية وتبسيط المساطر الإدارية وفق استراتيجية محكمة وورقة طريق واضحة تراعي مبدأ العدالة المجالية إحداث بنية تحتية عصرية ومستدامة وغفع من التمويل والاشتغال على الصيانة الدائمة والمنتظمة إعفاء الطلبة من أداء الضريبة على القيمة المضافة عند أداء السومة الكرائية بالأحياء الجامعية الخاصة التفكير في وضع نظام المساعدة على السكن بالنسبة للطلبة الذين يلجأون إلى هذه الأحياء الجامعية الخاصة الرفع من وطيرة إنجاز المشاريع المبرمجة وتشجيع الشراكة مع الجهات والجماعات الترابية تعزيز التعاون تعزيز الشعوب بالأمن من خلال إقامة وتثبيت كاميرات المراقبة بالأحياء الجامعية وتوفيق الحماية والأمن بهذه الفضاقة السكنية الطلبية ونود لكم سيد الوزير على اتحاد عام مقاولة المغرب إن خلالتنا في تنزيع رؤية الملكية السامية التي تسعى إلى جعل المشروع التربوي التعليمي الجديد آلية منصفة ومكتكزة على القيم والمبادئ العليا للوطن والسلام عليكم محترم نمر إلى السؤال الخامس أنا ما يبدو أن السؤال الخامس والسادس أرى تجمعهم وحدة الموضوع ولكن إلا ما كان عندكم مانع مجموعة العدال الجواع السيبر ما كان مانع إذن مدام كانت تجمعهم وحدة الموضوع نقدمهم دفعتنا واحدة نطلبهم سيد ووزير إلا ما يرى مانعا كذلك والإجابة عليهم هذا الموضوع عدال كانت منه أن كل الفريق يمشي بسؤال يلو ويأخذ إلى جواب الكافية إذن موضوع السؤال الخامس لإحتقال الذي تعرفه كلية الطب والصيدلة وكلية الطب الأسنان للفريق الحقاكي تفضلوا السيونس شكرا سيد الرئيس وبالنظر لأن السيد الوزير ضيق الوقت ما يمكنوش أنه يخلي واحد الحيز زماني الإجابة على التعقبات المستشاري الذي سمقوني سنحاول نستفيد سؤالي صراحة من بعد ثلاثين شهر التي أقول لكم المسؤولية لهذا القطاع الذي كان أعتبره قطاع استراتيجي أودنا أن ننطلق اليوم باش نسألكم على مصار إنشاء الجامعات 34 نوات جامعية اللي أشرت على الحكومة السابقة ولا نسألكم على نتائج والحصيلة ديال مراكز الأبحاث اللي وعدتو بها بالبرنامج ديالكم وللأسف الحصيلة ديال عمزالة صفرية للأسف أبيتم إلا أنكم تمشيوا في واحد طريق ديال شد الحبل وكب الزيت على النار كيفما داروا زملائكم في الحكومة لا في قطاعات العدل لا في قطاعات التربية الوطنية ولنا في مآل إضراب الأساتيدة وإضراب طلبة المحامات العبرة الكافية سيد الوزن المحترم لا يختلفوا جيش الناس اليوم على أن إصلاح منظمة الصحة العمومية في بلادنا وهي بوابة لتنزيل الورش الملكي المرتبط بالحماية الشمائية ممكن نختلفوش أيضا أننا في حاجة ما سائلة تسريع بالتكوين في إدماج ديال 31 ألف طبيب والضعف ديال هذا العدد من الأطر الصحية كيفما جاء في تقرير البرنامج التنموي ولكن هذه الحاحية ديالتسريع ما يمكنش نواكبها ونزلها بواحد القرارات متسريعة واللي ما كتحداش بواحد توافق شكرا مستشار المحترم جواب سيد الوزن تفضلوا على السؤال الخامس تفضلوا شكرا سيد المستشار المحترم أولا هذا ورش ملكي كبير كي خلي بلادنا تكون قاطرة كبيرة بالنسبة للقرارة الإفريقية اللي كان عيشوا فيها وهذا الورش ما غدي نجحوه إلى كل نجميع ما خصناش نسيسو شي حاجة اللي هي مهمة لبلادنا نقدرون ربما نتفارقوا على بجزر الموادع هاد الموادع ديال التعليم وديال الصحة تمضن من الموادع الكبرى اللي خاصة تكون عندنا التقائية فيها احنا اش نوع عملنا عملنا أولا دراسة اللي شاركوا فيها خبراء مغاربة داخل المغرب وخارج المغرب وكذلك خبراء أجانب لا بالنسبة للتكوين ولا كذلك بالنسبة للتنزيل ديال هاد الورش الكبير وخدمنا فيه اكثر من سنة وحنا كان نوجده بلقاء مع الأساتد الباحثين مع العمداء الوزارة مختصينش في كل شي الاختصاص ديالي أنا شخصيا ماشي في هذه الميادين هذه مقدر نتكلم ويكون عندي خبراء في موادع أخرى ولكن فهذه الموادع هذه كنتيقوا في الخبراء اللي عندهم خبراء وكذلك كنديروا شنوتي الدار في العالم وهذا هو سبب النزول باش نزلنا من سبع سنين لست سنين اللي اليوم مبقاش فيها نقاش ركما ربما كتبعوا الساحة اليوم مبقاش النقاش على ست سنين وهذا يعني أربع شهر لأن كل شي فهم بأن الجودة ديال الطبيب ما عندهاش مشكل الدكتور كانت يدار سبع سنين رضيناها ست سنين وحنا عارفين عشنو كنديرو في السنة السبع كل شي عارف ما 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 فيهاش تكوين بداغوجي تيديرو في الأقاليم بزاف الشباب ما كيمشيوش الأقاليم كين عارف المشاكل اللي كينها تسولوا الطلبة وتسولوا الأساتداء والعمداء كل شي متفقين على هذه القضية وحنا زدنا في تكوين لأن اليوم تحولات الكبرى هاية كنشوفو فيها بعينينا واللي كنساهلا لهذا الحكومة هي من ديروالو ربما من ديروالو نقلوت احنا نخليوها كاك والدنيا غادية وحنا عايشين في واحد العالم ديال الرقمانة وحنا عايشين في واحد العالم ديال المحاكات ديال تيليميدسين ديال هاد الدكاء الاصطناعي قلنا خلصنا نديرو شي عمال اللي خاصوا يرجع الخير لبلادنا لما كان نحسبش شي واحد ولكن كل الدرفية خاصنا ناخدوها بالحزن ديالنا الكافي هاد شي واللي هاد شي واللي عمالنا لأول مرة كنوصلوا التأطير ديال ديال الطالبات والطالبات ديال كلية الطيب وصلنا الاثناش للطالب وطالبات لكل أستاذ هاد السنة هادي من ديال الفين واثنين وعشرين غادي درنا 3500 وسبعة وعشرين منصب اللي وصدناها في السنين المقبلة شكرا شكرا سيد الوزير تعقيب تفضلوا سيونس شكرا سيد الرئيس المحترم صراحة انا هادي انتوافق معاكم كليا ان موضوع بحال هذا للشارع كيغلي عليه ووسائل الاهلام كما كنت هادر عليه لا يقبل الموزيدة السياسية انا هاد الكلام هذا كنت كنحب نسمعه في المداخلة دي اكم البارح في الغرفة اللولى لعواد ما نحملوا المسؤولية للوزارة الصابعة نحملوا الفشل ديال ادارة ديال الميل فهذا الوزا لحكومة السابقة كنا نفتحوا واحد نقاش مؤسساتي وعمومي ليقدر يرجع 12 الف طالب وطالب ليليون في الشارع رجعهم للقاعد ديالهم بيجدوا الامتحانات المهمة ديالهم سيد الوزير المحترم احنا في الفريق الحركي خلال ايام الماضية حاولنا نطلقوا مجموعة من الفاعلين في القطاع لا من طالبا لا من اكاديميين وخرجنا بواحدة الربعة والخمسة ديال المقترحات لهذه الاشكاليات اللي ما زالها عقليقة المرور من سبع سنين لست سنين مينح الدراسة مينح مينح المدومة الليلية والنهارية كيفية هالطلبة هادو ما نقدروش في هذا الوقت الحاري زادا حلو مع المجالي ستعديبيا وهذه المقترحات نظرا لديق الوقت سوف نسلمهم المكتب بشي يوفيكم بها ولكن على ذوق ما هادش اللي كان سمولي اسبعنا البارح واللي سمعناتها في الخارجات ديالكم في نظر ديالنا الاشكالية مشية في قلة الحلول ولكن هي اشكالية في إدارة الحوار نحنا في نظرنا وهذه مناشدة أبوية الله يخليكم هادروا مع الدراري هادو باللغة ديال أولياء الأمور ديالهم باللغة ديال الآباء ديالهم وحولي المرأة البلاد راماشي خاصم راماشي حيط اللي غادي وقف فوجة طموحات ديالهم راحيط اللي قدروا يتكوى عليه راح واحد الحوض اللي كي يستوعب بهم وكي يستوعب لهم غاربة كاملين وشكرا سيد المستشار المحترم نمر إلى السؤال السادس موضوعه أزمة كلية الطب والكلمة لحد السادة المستشارين مجموعة العدل الجيمة سيد الوزير المحترم شنه الحلول التي تقترحها لحل هذه الأزمة ديال مقاطعات الدراسة بكلية الطب وشكرا شكرا سيد المستشار المحترم الكلمة لكم السيد وزير للجاوبة على السؤال أنا كنبغي كنبغي ديما نذكر بأن التكوين ديال الطب هو التكوين اللي عندنا فيه كلفة كبيرة ومازالين بغينا نعاونو وندفعو كيف ما قال السيد المستشار هادو ولداتنا يقدرو يغلطو مش مشكل الغرض ديالنا احنا هو بغينا نكونوا أطباء من الجودة اللي تنعرفوها في بلدنا والتحديات كبيرة أرى اليوم الطبيب أقول لك يداوي غير بالهضراء لأن قد ما كونا الطبيب قد ما كان مكون على هاد الكفاءات اللي تكلمت عليها قبيلة قد ما كان مكنت البلد ديالنا ربحا ما بغيتش ندخل في النقاشات اللي ربما كان شخصاً فيها أنا مع مرية ما قلت بأن الحكومة السابقة ما دارتش العمل دياله طيب تكلمت على سؤال أخر ما في الطيب تنظن بأن احنا درنا على شخص دينا وكل حكومة كتجي وكتخدم اليوم خدينا بزمام الأمور كان نعطيكم الأرقام اللي مع مرها ما ترصدات لليوم كتر من كتر من جوز الماليارونس بلا مناصيب هذي غير جلو المالوص غير هاد شي ديال الاستثمار هالموحاكات هالتليميدسين وما زالين إلا كانت كوين خاص نحن ما عندناش مشكل نحن حكومة بغينا نكونوا الشباب ديالنا ماشي بغينا نقتصدوا لأن ربما كين واش ديبلوم غادي كون صالح ولا ماشي غادي كون صالح نحن هادر ماشي مشكل إلا اليوم جميع الدول رغم كتسمعوا وكتقروا وكتشوفوا الدول نحن نعطيكم غير فرنسا نحن نعطيكم غير ألمانيا ودنمارك والسويد كلهم بغيين لمغربة وكلهم عندهم خصاص كبير كنا كلنا أنا مالي كان نشي وكنشوف الأوروبيين وكنتحاور معاهم المشكل ديالنا هي يخصنا نكونوا كتر باش نشدوا أكتر اليوم اليوم نحن ندرنا حوار كبير دابانا هادي تاني فرصة باش نتوجه لجميع الأباء والأمات وجميع الطالبات والطالبة واخا أنا كنفدل طالبات والطالبة لأنهم كبار لأنهم راشدين اليوم الأبواب ديال الحوار مفتوحة طلبنا من الكليات طلبنا من الأساتداء وطلبنا من الرؤساء الجامعات باش يستقبلوا جميع الشباب اللي عندو شي مشكل نحلوه اللي قدروا عليه يحلوه يعني محليا مرحبا واللي ما قدراش أنا ووزير الصحة ونوقفوا عليه ما عندناش مشكل ولكن خاصهم يدخلوا يقراوا باش ما يضيعوش سنة هاتشي واللي بغينا لأن هاد الضياع أنا كنقول لكم ديما كنقولوا رأس مال بشريم اللي كيضيع ما كيضيعش غير راسه والعائلة ديالو كيضيع لنا كاملين ولكن خاص يكون حوار بالناء ودبا اليوم الحوار على صعيد الكليات وحنا طلبنا من جميع العمداء ماش في وقفوا معهم ما نبغينا شنا جاع كل شي تحل شي المشاكل اللي كينا كلها تحل هاد الحكومة عطت كتر من اللي كي طلبو ماشي عطينا بقسكو هو ما قالوا اللي نعطيونا احنا مآمنين بيها احنا مآمنين اللي بغينا طبيب خاصنا نكونوا أحسن تكوين وخاصنا ننتهى الله وفيه باش ميمشيش راك نشتو زيادة اللي تزادت ديال بالنسبة الصالير وما زالين لأنها تشيرها ولا دبتها نفسية دولية ماشي غير احنا بوحدنا هداولي هداولي اللي تنتمنى ان شاء الله باش يكون شكرا لكم شيفهم وندخلوا ان شاء الله لطريق الصحي شكرا السيد لوزير المحترم مع أموركم قلستو مع هذا الطلاب كيفاش غاد يكون هذا الحوار من الحوار الوطاني للحوار المحلي مع صلاحية أن تكون العمادة ديال كليات ديال الطيب وش يمكن يحلوا هذه الأزمة ديال الخلاف اللي كينا اليوم حول هذه الخمسة ديال النقاط انتوما سمح لي المصطلح كان شوية ديال المغالطات متى تقولنا السيد الوزير بأنكم 45 نقطة من الميلة في المطلابي استجفتوا لها من اللي رجعنا لهذه الخمسة واربعين نقطة لقينا بأن الجبلة مخذفة ولد فأران صغيرا المندبة كبيرة والميدفار شن هي الخمسة واربعين طالب وده إحداث اللجنة ونقرأ عليك هنا إحداث اللجنة ديال ديال هذا المنصة ديال يدخلوا للولوج ديال ديال ديبلومات ديال ديال دكتورة ديال هذا ومشي حتى الإنجاز هذا غير التزام وعود بالإنجاز وعندها برنامج زمني مستقبالي نشيه النقطة الثانية ديال ديال هاد إحنا كنعيش في محيطين بحالنا بحال أخرين وبغينا الطبيب ديالنا تكون عنده الكفاءة وتعطيه ديبلوم ديال ست سنوات بالله عليكم السيد الوزير بغيناكم تعطيونا بايان ديال هاد 45 نقطة وتعطيونا بايان على هاد الخمسة ديال على هاد الجامعات اللي كي من في العالم اللي كتدروعين على الدول في لا يشتيه هاد الدول لليوم اللي كتقرر في 6 سنين وقد تعطيوه هاد الطبيب الحق انه يمشي زاول يعطيوه دونالس وينكاشتي راه في امريكان كين 10 سنين في النجليز كين 10 سنين في فرنسا كين 8 سنين في تولس كين 8 سنين في السليغال كين 8 سنين في كين هاد السنوات سيد الوزير واش كتقولو لنا بانه غادي تربحوه واحد الفئة راه فيه اشغات تربح من 6 سنين لسبع سنين شنو غادي نربحوه راه 6 سنين غا نخرجوه ألف ربحنا عام من بعد غادي نخرجوه ألف 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 راه ما نربحوه ولو واش نكونوا عزماته وراحة ونكونوا واضحين لانهم لي تنهدوا على الحوار تنهدوا على الحوار يكون حوار جاد حوار موضوعي اللي هنه إلا ما كان قلسوش من لي كان جيو سيد الوزير قد قلنا اليوم راه ما بقاش خلاف حوله شكو اللي قال لك ما كنش خلاف سيد واش هاد المسروع ديالكم الإصلاحي سيد الوزير واش هو قرآن المنزل لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه واش مقابلش اللي قاش إلا تيجي تقدخل هنا هار جيتي المجلس المستشاري قلت لهم هاديك نقطة حمراء وهادي نقطة صفراء وهادي نقطة خضراء شكو اللي تعطيك الحق السيد الوزير ترى مسؤول سياسي احنا ما كان ندرش على الخبراء احنا ما كان حسبوش الخبراء احنا كان حسبوهم مسؤول سياسي على الاختيارات السياسية هاد المطالب المطالبين سيد راه خمساد المطالبين سيد الوزير سيد الوزير Dettahati لانشيص معه ثانا لدي الاتصال سيد الوزير لماذا ونعطيك المثال السيدو هاداك الكوتشين اللي كنت تكلم عليه حنا محتاجه نفس السيد الوزير وطالما نضر نحتاجه نفس السيد الوزير لان امريكا نهدرون يوم عن الكفاءات الشخصية علاج لان امريكا نهدرون الكفاءات ما عندها حتى معنا اننا نهدروا على الكفاءات ونمشيون عايته الاولياء ذي الطلبة شي يضغطوا ثانيا 35 عام السيد الوزير اللي في الرقتود يالتوقيفات موجهة 66 طالئ 35 سنة وما عندكمش السيد الوزير التوبيق ما عندكمش الانضار هاد الصرامة وهاد القوة في الانزال ديال هاد الجزاءات هادور اولادهم هاد مغاربة اولادهم تحرقوا كبودهم على اولادهم وعلى مطار ديالهم وعلى المستقبل ديالهم رجاءا سيد الوزير احنا كبر الله مانية كأحجاب سياسية كلنا باغلب يوم مطلقة احنا نمتفقين على ان نديروا الوساطة حل هاد المشكل ديالنا شكرا 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 للسيد الوزير المحترم تفضلوا تفضلوا في بدعة تواني تفضلوا سيد الوزير شوف انا انا هدا موضوع شوف شوف انا انا كن انا كن حاول انا كن حاول من من كبروش من الامور لانا كنين عائلات اللي تتمنى وطالبات وطالبات يتمنى ويدخلوا الكلية ودخلوا لها ودخلوا لها وبغيين يقرأوا وخصنا نعاونوهم لان الجيكي اللي جاء من وساط الدعيف كان يحلم باش يدخل لكلية ودخل لها ما نستغلوش اسمح لي ياوستاد اعطيني عقلك انا اسمعتليك غير عطيني عقلك احنا دبارة ماشي رحنا كلنا رحنا كلنا مرزنين وخصد الموضوع هذا ومن شخص نوش وخصنا نتعاونو باش شباب دينا ما يضيعش الوقت ديال وراكنين عائلات عندك الناس في العائلة ديالك وعندي الناس في العائلة ديالي وكلنا ربما غاديكونوا عندنا الناس اللي كنعرفوك يعودوا لنا اشنوكين الداخل خصنا نتعاونو باش شباب ديالنا يدخل يقرأ ماشي يجي دير سياسة دخل ادخل شكرا شكرا سيونس رجعن شكرا سيد رجعن سيد رجعن خديتي حقك شكرا سيد الوزير المحترام على مسامتكم القيمة رجعنا سيونس وعفك والله يخليك والله يخليك خديتي شوف انا شوف كنت مارينا الى اقسى الحدود مرر تودك شيلي بغيتو اشيونس شكرا لي شكرا سيد الوزير المحترام على اسامكم القيمة في هذه الجلسة وانا مرر الى السؤال الاني الموجه لقطاع النقل واللوجيستيك وموضوعو تطوير وتحديد اشيونس رجعن ورجعن وما تحسنش بالدنب بان نير انا مارين وكنخلي الناس تعبر بطريقة تشوفة مناسبة مولي عبد الرحمن مولي عبد الرحمن رجعن رجعن اذا نمر نرحب السيد الوزير ونمرو الى سؤال الاني لأول موجه لقطاع النقل واللوجيستيك وموضوعو تطوير وتحديد البنية تحتية لمطارات الكلمة حتى يمكن المصد класс من فرق تجمع الوطني الحرار تفضلو تفضل شكرا سيد رئيس المحترم السيد الوزير المحترم نساء unpleasant تفضل شكرا السيد النقل est 81 يمكن الوزير التطوير وتحديد المطارات خصوصا وإن بلادنا على موعد مع تنظيم مجموعة من التداورات المهمة شكرا السيد المستشعر المحترم شكراً لكم سيد الوزير الردع للسؤال شكراً سيد الرئيس في قضية توشيع المطارات الوطنية الوطارات المطنية اليوم عندها طاقة استيعابية إجمالية 40 مليون تقريباً كانت ثلاثة المطارات التي وصلوا للطاقة الاستيعابية لهم في سنة 2019 وتأجل البرمجة لهم في ظروف كورونا واليوم نحن في الأسابيع المقبلة القليلة سنجد طلبات العروض للتوسعة المطار من ركش ومطار قدير ومطار تنجا وهما المطارات الثلاثة التي وصلوا للطاقة الاستيعابية في نفس الوقت نكمل الاشغال المطار ربط اللي يخصون يكملون إن شاء الله في آخر هذه السنة وانطلقنا أيضا في التوسعة ديال المطار ديال التطوان بعدما فتحنا المدرج الجديد هذا كله الهدف منه لا قبل ما انسى وتنقومه اسمحوا لي بالدراسة ديال البرمجة ديال التوسعة ديال المطار ديال الدربيدة هذه المشاريع كلها الهدف منها هو نوصل الطاقة الاستيعابية لـ 80 مليون عواضة 40 من هنا لسنة 2030 بهدف جوجي الحويش مواكبة النمو الجد المهم ديال الحركة الجوية في المغرب الغير المرتقبة وبالطبع باش نكونوا واجدين الاستحقاقات المستقبلية التي تتسنها بلدنا إن شاء الله شكرا وزير المحترم تعقيب الفريق المحترم شكرا سيد الوزير التعاطي ديالكم مع هذا الموضوع والتوضيحات في هذا الإطارك أنستحضروا وإياكم مشاهدات المطارات المغربية خلال الربع الأول من عام 2024 حيث استقبلت مجموعه 6.87.87 مسافر عبر 51.282 رحلة جوية وإذا بذلك بنيسبة نمو قد تقدر بـ 14% على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفاريطة نتمين ما قمتم به سيد الوزير من إعطاء انطلاقة ديال الدراسة ديالتطوير ديالبينيات التحتية ديالة المطارات كلهم اللي يذكرتهم السيد الوزير وكن في نفس الوقت سيد الوزير لابد أن أخذه بعيدا اعتبار التصاميم والتحييئة ديالة المطارات وما ننسوش تصاميم والتراث التقافي المغربي في هذه المطارات لأنه هو البابلو ولا شك يدخل المسافر لننسوش صنع تقليديا لمغاربة وشك يخرج من بني ديهم وهذا الفنون كلها ستكون داخل هذه المطارات لأنه مليك يدخل المسافر أول حاجة سيشوف ويشوف هذه الصناعة التقليدية وهذا التراث التقافي والمورد التقافي ديال البلاد ديالنا اللي هو كبير وكبير بزاف مؤخرا سيد الوزير عاش مطار مراوكش من منارات تزامنة منعوه تلات عيد الفصح بأوروبا اقتضاد غير مسبوق سبب واحد الحالة من الفوضاء لعدم قدرتها على استيعاب هذه الحركية لهذا واجب إعطاء أولوي أكبر السيد الوزير في هذه المطارات هذه العنصر البشري ما نسوش لأنه خلص تكوينات العنصر البشري باشي تتماشى مع تطور لكي يشهدوها هذه المطارات هذه في بلادنا مقبلة على العديد من الاستحقاقات منها تنظيم كاسي إفريقيا 2025 كاسي العالم 2030 وتظاهرات عالمية أخرى ودولية مما يتطلب مننا تكتيف الجهود لرفع هذه التحديات المرتبطة بتسريع وطيرة تطوير السيد الوزير وتحديث البنية التحتية للمطارات الكبرى وتوسعة أكثر فعلا فلا يعقل تقبل نقص الحاد في الشبابيك وولوج المسافرين لهذا السيد الوزير كنشوف بأنه الرقمنا عند دور مهم وفي نفس الوقت الخدمات الإلكترونية مثل البوابات الإلكترونية التي تسهل على المسافرين عمليات المرور بوحد الصورة فائقة وتشيرها بدينا كنشوفها في بعض المطارات العالمية وحب هذا لو من فهد السريع وفهد الأمور اللي أخدامي نحن نديرها عبر المطارات دينا نفكروا في البواب هذه ونفكروا في واحدة الطريقة اللي نصرعوا بها واللي تعطيه واحدة الوجهة مو شرف لنا كمغاربة وشكرا شكرا شكرا السيد المستشار المحترم الكلمة لكم السيد الوزير في إطار تفاعل مع التعقيم تفضلوا تفضلوا سيد الوزير في 2019 قبل الجائحة وهذا كان مبني على يعني الدراسات الدولية يعني ماشي احنا كان كل شي تايش حابوها تشي اللي غدا يوقع فالفين وربعة وشرين مقارنة مع الفين وتسعتاش عندنا زيادة ديارة ربعين في المية يعني تزاد بواحد فاصلة ربعة مع العلم انه كان وصل للحد دياله فشنوقع لتزامنوا العطل المغربية عطلة مغربية ديالعودة ديالعيد مع العطل الأوروبية فقناه بواحد فقناة طاقة الاستيعابية بواحد العدد مفرط خلال بعض الساعات خلال جوجيا الأيام ديال الدروة وهما اللي خلقونا هذك الارتباك اللي تداول الى آخره فحنا بالطبع قبل من ديروا التوشيعة الكبيرة راه قام المكتب الوطني بواحد العدد ديال الأشغال المستعجالة اللي كملت دابا بواحد غلاف ديال عشرين مليون ديال الدرهم ولا غادي تفتح من دابا خلال أيام المقبلة اللي غادي تربحنا شي شوية من الطاقة الاستيعابية وغادي نقسم الحدد المشكلة اللي عندنا وفي نفس الوقت في نفس الوقت قررنا نخضع هذا المطار هذا ما يسمى ب البرمجة الزمانية شكرا سيد الوزير شكرا سيد الوزير نمر إلى السؤال الثاني موضوعه الإجراءات المتخداء للارتقاء بوضعية المطارات والعاملين بها الكلمة لحد سيد المستشترين بفريق التحاد المغربين والشغل اللي بسطي السؤال أستاذ أزهرات فضلي نسألكم عن الإجراءات المتخداء لارتقاء بوضعية المطارات والعاملين بها شكرا سيد المستشتر المحترمة الكلمة لكم سيد وزير لردع السؤال شكرا سيد المستشتر المحترمة من جهة كيف كنت تنقول المكتب تعمل على الطوير التقاءة الاستيعابية هذه المطارات التي تسهر عليها وتسهر أيضا على التحسين هذه الاستقبال وتجويد المرافق والخدمات المقدمة المرتفقة وتتعاون في هذه القضية مع مختلف الفاعلين داخل المطار وترتكز العمال حقيقتان على 200 رأس المال البشري داخل المطارات بالإضافة بالطبع إلى نفتاح العالم المجهودات التي قام بها المكتب مكنت واحد العدد المطارات لتأخذ علامات التمييز مهمة على سبيل المثال مطار الضربية حضر بثلاثة العلامات التمييز برسم سنة 2022 أحسن مطار بإفريقيا المطار دول مسخدامي الأكثر تفاني في العمال في إفريقيا وأيضا المطار الذي يمتلك المطار الأسهل المسافرين في إفريقيا وبالإضافة هذا في إفريقيا كان تصنف آخر سكايتخاكس الذي صنفه من أفضل خمسة مطارات الأكثر تطور عالميا ومن أفضل خمسة مطارات من أصل ربعو خمسين مطار لليها ربط جوي بالمملاكة برسم واحد الاستطلاع ديال الجهودات يقوم به المجلس الدولي للمطارات سنة 2022 ونتنعرف بأنه هاد يعني الإنجازات تتنفى مع بعض يعني القضايا لتدول لأنه هذا ما تمنعش بأنه في بعض الأحيان توقعوا مشاكل داخل المطار ومستعملين ديال المطار كينين داخل القاعة وإذا وقع شيء مشكل راتجي بالله المشكل دين من تروح أما بخصوص الموارد البشرية دية للمكتب وهي تقريبا 2466 مستخدم من خلال الحوار المستمر مع مختلف تمتيلية النقابية توقع على ثلاث اتفاقية كلا السنتين الماضيتين باش نأهلوا المواد البشرية تمتلت أساسا في تحسين أجور المستخدمين مراجعة دليل تصنيف الميهان والكفاءة لبعض الفئات وتحسين ظروف وطبيعات العمل بالإضافة إلى تطوير خدمات العمل الاجتماعية وتحرص أيضا المكتب على تنظيم دورة تكوينية داخل المغرب وخارجة بهدف تنميات والطوير الكفاءة دي الموظفين المكتب أيضا من أجل مواكبات ترتفع الحركة الجوية المكتب غاد يقوم بتقوية التكوين الأساسي ومواصلة الانتقاء وتوضيف لكفاءة المختصة وأخيرا في إطار جويد بيئة العمل علي المكتب عن طلب عروض باش يبني مقر إداري جديد بيقوم من المطار ويخرجوا من داخل المطار دي المواصر وهذاك الموضع اليوم مكتب داخل المطار دي المواصر غاد يصبح أوتيل للناس اللي تيجيوا من مختلف القارات يقدروا يباتوا داخل المطار قبل ما يخرجوا وقبل ما يكونوا عندهم الفيزا وتعمل أيضا المكتب على تأهيل وسائل وآلية العمل وتسريع التحول الرقمي لجميع المصالح دياله شكرا السيد الوزير المحترم تعقب الفارق المحترم تفضلوا نؤكد على أن المطارات هي بوابات المغرب على باق البلدان وهي الواجهة المعبرة على الهوية التقافية والاجتماعية والاقتصادية عن الدينامية التي تعيشها البلاد وبالتالي يجب أن تعبر عن هذا وإذا كنا نسجل المجهودات التي قام بها المغرب لتأهيل وعصرانة شبكة لمطارات المغربية فإلى أي حد يمكن بهذه الدينامية تحقيق الهدف للوصول إلى الثالث الأول من التصنيف العالمي بحلو سنة 2025 وبولوغ 37 مليون مسافر سنة 2030 ما حققناه في مطار الضر البيضاء نأمله أن يتحقق في المطارات الأخرى ف2025 هو رهان الحادث الإفريقي بتنظيم كأس إفريقيا الكرة القدم و2030 هو رهان وضعيات مستخدمات ومستخدم المطارات والخطوط الجوية الوطنية في مستوى معايير العمل الدولية لازلت العديد من التحديات سيد الوزير مطارات بمدن سياحية كما ذكرتوا مراكش أقادر ورززات تعرف مشاكل حقيقية متمتلة في الاقتضاد كما جاء على لساكنكم من نسبة مراكش خدمة تطرح أكثر من مشكل في مجموعة من المطارات فرحلت الجوية الداخلية ومع احتكال شركة دولية وحيدة لهذه الخدمة دون تقوية الخطوط الوطنية يشكل مغامرة حقيقية لهذا المخطط كما وقع ببعض البلدان الأخرى ارتفاءة من التذاكر الداخلية كذلك محدودية الرقمانة على مستوى كل من الخدمات والمراقبة مما ينتج عنه اقتضاد كبير وتأخر داخل المطارات للمسافرين غياب وضعف الخدمات الخاصة بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة واستمرار كذلك مشكلة أمتعة في كل هذا يزداد الضغط على العمال والمستخدمات والمستخدمين داخل المطارات من غياب شروط الصحة والسلامة وظروف لائقة للعمل ونذكر هنا بالساقة الكهربائية الذي كان ضحية سنة 2023 مطار محمد الخامس أحد تقنيين فلا يمكن النهوض سيد وزير بهذا القطع الحيوي والستراتيجي وتحقيق الأهداف المتوخات دون النهوض بالأوضاع المادية والمعنويين للعاملين بالمطارات وهي مناسبة نوجد من خلالها احتجاجة الاتحاد المغربي للشغل على تعنت وتجبر الإدارة العامة لشركة لارام في إرساء السلم الاجتماعي ورفض الإدارة التجاوب الحقيقي مع المطالب المشروعة لإخواننا في الجامعة الوطنية للنقل جوي ونهج حوار شكلي وعاقيم مما خلق حالة احتقال اجتماعي غير مسبوق للأمر الذي يفرض التدخل العاجل لفرض احترام حقوق المستخدمين وإنصافهم فالعمال هم الرافعة الأساسية لإقلاع اقتصادي حقيقي وشكرا سيد الوزير شكرا سيد الرئيس شكرا سيد المستشترى المحترم ما الكلمة لكم سيد الوزير للتفاعل مع التعقيم تفضلوا إن جوجت الكلمات بغي تقولها فهذه القضية هذه هي الثقافة بغي تبقى اللي بغي نذكر بأنه مطار من الراكش تصنف ضمن أجمل عشر مطارات في العالم هذا تيدل يمكن ما تنقوشي الثقافة كيف حناية بغيوها المغاربة ولكن تيدل على أنه أهم المستعملين ديال المطارات لأنهما السياح حسبوا واحد الجمالية داخل هذا المطار باش تصنفوه داخل العشر الأولين أما بالنسبة للقضية ديال يعني السلم الاجتماعي وبالنسبة للقضية ديال الحوار الاجتماعي داخل جميع المؤسسات حناك وزارة تنصهروا بطريقة زمانة غير مباشرة باش هاد العملية هادي تقوم يعني في أحساني وضع وبالطبع يعني احنا مستعدين باش نساعدوا الطرفان إذا كان ممكن باش نوصلوا للنتجة لتبغيوها شكرا شكرا سيد الوزير المحترم وسائل النقل الرابط بين المطارة والمدن المجاورة لها موضوع السؤال الموالي دائما مع فريق الاتحاد المغربي للشغل شكرا سيد الرئيس سيد الوزير المحترم نسألكم عن وسائل النقل الرابط بين المطارات والمدن المجاورة لها شكرا سيد المستشارة المحترمة الكلمة لكم سيد الوزير لردع السؤال شكرا سيد المستشارة الربط ديال المطارات بالمدن المجاورة كين بعض المدن اللي عندها ربط سيكاكي اليوم المدينة الوحيدة اللي عندها ربط سيكاكي هي مدينة الدار البيضاء ما نقدرونها دروع على ربط والاخرين اللي قرابين لها ولكن المطار الوحيد اللي عنده هو النواصر من خلال الشبكة الحديدية اللي بغينا نطوره ان شاء الله وخاصة الخط السريع اللي غادي يعني ينتشر حتى المراكش غادي يصبح مطار الريباط مرتبط في تهوى بالسيكا الحديدية غادي يمكننا نربطوه نواصر بطريقة افضل وبالطبع بحالنا بها مراكش غادي يكون قريب للتجيبه الى اخير بحيط انه ما بين مراكش والمطار كين الحافلات اللي في ظرف 15 دقيقات او 20 دقيقة تتمكن الواحد يوصل للمطار بالطبع سيارات الاجراء ايضا تتأمن النقل دين المسافرين بين المطارات ومختلف المدن وايضا حافلات وهذه الحافلات هذه الخاصة يعني تنجزو هذه المشاريع هذه عادة بشاركة مع مجاليس المدينة بحيط انه النقل الحضاري داخل المطار داخل المدينة فالنقل الحضاري تكون من الاختصاص ديالها اضافة الى ذلك تنكلفو مقاولة باش تنسق مع السلطات المحلية باش ننجزو الخدمة ديال المركب ديال يسمى الموقف ديال السيارات داخل المطارات ومن المرتقب ايضا نعمو هذه الخدمة هذي بشكل تجيجي في باقي المطارات تنتكلم هنا على الربط عبر حافلات خاصة مخصصة ما بين المطارات والمركز الحضاري اللي قريب من المطار وشكرا سيد الوزير المحترام هذه الكلمة لأخطفاء طيما في إطار تعقيب تفضلوا تفاعلا مع جوابكم سيد الوزير فبلادنا تعد من الدول التي تتوفر على شبكة نقل ومواصلات متنوعة ودات جودة عالية بل تعتبر إحدى البناء الأكثر تطورا في إفريقيا إلا أن وسائل النقل من وإلى المطارات كأول قطاع يستقبل زوار المملكة يبقى محدودا ولا يرقى إلى مستوى تطلعات المغاربة وتطلعات سياح الأجانب حيث وإلى اليوم لم تولى الأهمية الضرورية للنقل الرابط بين المطارات ووسط وضواحي المدن ولا نتوفر على شبكة متنوعة من وسائل النقل تستجيب لحجم وتحديات الجودة والرقي المطلوبين من زبناء القطاع وزوار المملكة إشكالية حقيقية السيد الوزير لا نفهم سبب هذا التأخير في حلها من أجل فك العزل عن المطارات الشيء الذي يؤثر سلبا على السياحة الداخلية والخارجية ببلادنا فتكلفة تذكرة الطائرة أحيانا أقل بكثير من تكلفة التنقل من وإلى المطارات ناهيك عن غياب الجودة في العديد من الأحيان مما يفتح الباب على مصراعيه أمام المظاهر التي لا تزال تسيء إلى سمعة المملكة كانتشار عدد من سماصر السيارات الذين غالبا ما يفرضون أتمنى خيالية أحيانا لنقلهم وأعطيكم سيد الوزير مثالا بالمطار الدولي محمد الخامس الذي يقع وسط العديد من المدن كالدار البيضاء المحمدية سطاة برشيد والجديدة وغيرها للأسف يفتقد لشبكة نقل متطورة تربطه بهذه المدن اللهم عددا قليلا من سيارات الأجرى وخطا سككيا يتيما لا يغطي الفترة الليلية فما بالكم سيد الوزير ببقى المدن أو المطارات الكبرى كطنجة والرباط وفاس وأقادير وغيرها التي تعرف أزمة حقيقية في توفير وسائل النقل سواء على مستوى الخط السككي أو على مستوى بقي أنواع وسائل النقل الأخرى حيث نسجل غياب الربط بالحافلات من وإلى المطارات ووسط وضواحي المدن وبالمناسبة نتمي انطلاقات الخط الجديد الذي يربط مطار أقادير المسيرة ومدينة أقادير ونتمنى أن تحدو بقي المطارات والمدن حدوها السيد وزير بالنظر لحجم الرهانات التي تنتظر بلادنا علينا أن نصابق الزمن السياحي والاقتصادي والاجتماعي الذي نراهن عليه من أجل الإقلاع التنموي وعليه فإننا في الاتحاد المغربي للشغل نطالبكم باتخاذ إجراءات استعجالية لمعالجة هذه الوضعية وتأهيل هذا القطاع ليكون في مستوى الحدث واللحظة وشكرا قرأنا السيد المستشترى المحترماء كلمة لكم السيد الوزير في إطار التفاعل مع التعقيم تفضلوا متفق معك بأنه ربط ما بين المطارات والمدن ما ترقاش للمستوى اللي تنطمحوله إحنا يا جميع ولكن كان واحد العدد ديال العمليات اللي بدنا نقوم بها وتكلمتي على أقادير أمراك اشتهوا كانتفاق باش نبدأوا يعني نعملوا ما بين المطار والمدينة كما أنه أيضا عملنا مع المصالح دي الوزرات الداخلية باش نوفروا واحد الخدمة مرقمانة باش حتى سيارات الأجراء يكونوا داخلين في هذه القضية هذه وتنطمحوا باش نوسعوا هذه التجربة الإيجابية لبعض المطارات الأخرى ويعني تيبقى هذا عمل مشترك حقيقة ما بين مجاليس المدن وبين مكتب المطارات ومكتب المطارات في كل استعداد باش يواكب هذه العمليات ديال تحسين الربط مع المطارات المغربية شكرا سيد وزير المحترم نمر إلى السؤال الرابع موضوعه تحسين خدمات النقل الجوي لفريق الاتحاد العام الشغالين بالمغرب الكلمة لحد سدبات السؤال سيد مخلول تفضل سيد وزير عن جودة خدمات النقل الجوي نسائلكم شكرا شكرا سيد المستشار المحترم كلم لكم سيد وزير الردع للسؤال شكرا سيد المستشار المحترم بغيت غير نذكر بأنه المغرب وقع على اتفاقيات السماء المستوح عام 2006 ومنذ ذلك شهدت الأجواء المغربية تطور ملحوض من كل من تحسين الربط الدولي المغرب لأنه جودة التنقل تتبدأ أيضا بوجود الوسائل ينقل واليوم عنا 150 وجهة تتربط بلادنا قبل كانون عنا 90 وضعف عدد الفاعلين أيضا يعني عدد الشركات وهذا تحسن من الجودة بحيث أنه المنافسة عادة لما تحسن من الجودة علاوة على ذلك كان أحد العقد البرنامج الجديد عرفته مع خطوط الملكية المغربية سوف يعطيها خام جديد لكي نطوروا الربط الدولي دي لبلادنا وفي هذه السياق تتعمل الخطوط حاليا بش ترفع تدريج جيان الأسطل لها بش يوصل في 2037 إلى 200 طائرة عواضة 50 اللي عندها اليوم الشيء اللي غادي يسمح لها بش تنتقل من 99 وجهة إلى 143 ما فيما يتعلق بالنقل الجوي الداخلي كي انتفاقيات ديال الشركة بين الدولة وبين مختلف جهات الملكة بش نفرق خدمة النقل الجوي الداخلي مع المركز ديال الضرب وهذا الشي يمكن من المرور من 1.3 ديال المليون ديال المسافرين في 2012 إلى جوج فصيلة 6 في 2023 وانخرطت أيضا الشركة ديال العربية الطيران في هاد الشركات هدي مع الجهات وحنا باش نوصل التحزيز ديال التصال الجوي الداخلي بخطوط غير ممركزة على الدار البيضاء رخصنا الشركة دولية غايا ناغ لان هي أكبر شركة اليوم يعني توفر المغرب النقل الدولي السياحي رخصنا لها باش تفتح داش الخط داخلي ابتداء من صيف 2024 تستفد منها تسعادية الويجهات المغربية ولكن خارج ضل بيضاء وفيما يتعلق بموسم صيف 2024 قامت الوزارة بترخيص 52 شركة الطيران غايتأمن 2060 رحلة أسبوعية منتظمة تتربط المغرب ب135 مطر دولي في 52 بلد هذا ارتفاع قدره 15 مئة مقارنة مع موسم الصيف السابق وباش نوكب تطور بالطبع دير هاد الحركة هادي تكلمنا على المطارات على المشاريع دير تطوير ديرها وباش نحولو ايضا مطر محمد الخاميس الى بنية تحتية حديثة تتلبي احتياجات شركة الطيران ومسافرين على مدى المتوسط البعيد تنكبو حاليا على دراسة دير الحاجية والبرمجة دير تطوير دير هاد المشروع هادا وتنواصلو وغادي نواصلو خلال السنوات المخلية العمل على تأهيل المنظومة القانونية هادي ايضا جد مهمة باش نحميوا المستهلك دير خدامات النقل الجوي وانأهلو ايضا جاء اخرى الرأس مال البشري والعاملين من القطاع وشكرا شكرا سيد الوزير المحترم كلمة لحد السادة المستوشان في اطر التعقيم سمخلو التفضل نتابع ببارق الاهتمام والتحولات الجابية التي عرفتها مختلف القطاعات التي تشرف عليها وزارتكم والمواسسات العمومية التابعة لها نتيجة الاصلاحات والاوراس التي تم اطلاقها والهادفة في مجملها الى تحسين جودة الخدمات وتعزيز التنافسية وتطوير الظروف الاستثمارية وفي هذا الاطار نثمن الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمسايرة هذا التحول عن طريق اطلاقها للمخاطط الجديد الرامي الى تطوير قطاع النقل الجوي ولمواكبة الحاجيات المختلفة للاقتصاد الوطني والاستجابة لخصوصيات مختلف الاسواق المستهدفة وخاصة ما يتعلق بتطوير بعض المطارات الوطنية والرفع من القدرات الاستيعابية لها والنهض بها بهدف تقوية الرابط الجوي لبلادنا وتحسين جودة الخدمات واسمحوا لي سيد الوزير ان نشير بهذه المناسبة ايضا الى بعض المشاكل والصعوبات التي اصبحت يواجهها المسافرين عبر مطار العيون لان هذه المدينة سيد الوزير هي تكبر والمطار ما يبقاش كبر معها التي يجب معالجتها والتي اثرت بشكل واضح على جودة الخدمات المقدمة لهم وذلك بفعل ما اصبحت تعريفه بعد الرحالات الجوية من تأخير المتكرر لانطلاقها خاصة تلك الرابطة بين الاسبالماس والعيون وايضا من عدم الانتظام كتلك الرابطة بين العيون والدار البيضى هذا بالاضافة الى ضعف التواصل مع المرتفقين ونقص التجهيزات ووسائل الراحة بهذا المرفق الحوي الذي اصبح يعاني من خصاص في اليد العامية وهو ما يتطلب النهوض بوضعيته ويعطائه المكان التي يتليق بسمعة المدينة ومكانة الضيوف الذين يتوافدون عليها ونتمنى السيد الوزير بموضوع التكلمت عن توسيع المطارات أن تشملوا هذا المطار في توسيع وشكرا سيد وزير سيد المشار المحترم كلمة لكم السيد الوزير لو تتفعلوا مع التعقيف في إطار ما تبقى من تواني نفيد بواحد المعلومة وأنه علوة على جميع المطارات التي تتكلمت عليها الوزارة اليوم تقوم بواحد دراسة شمولية جميع المطارات المغربية باش نعرف الحاجة لديها المستقبلية ونبرمجوا التوسيعات التي محتاجينها يعني نتكلمت عن المطارات التي في أشد حاجة لتوسيعها لها آنيا لوقعوا فيها المشاكل بحالة المشكلة اللي بان في مراكش ولكن هذا ما تعنيش بأن المطارات الأخرى ما غادش نشوفها ونشوفوا الحاجات ديالها وننميها في المستقبل شكرا شكرا سيد الوزير المحترم نمر إلى السؤال الموالي موضوع توسيع شبكة السكاك الحديدية للفريق الشراكي المعارضة الاتحادية السيسماعيل تضل شكرا شكرا سيد رئيس سيد الوزير المحترم نسائلكم عن التدابير والإجراءات المتخذة لتوسيع شبكة النقل السكاكي لتغطية جامع جهات المملكة شكرا سيد المستشار المحترم الكلمة لكم السيد الوزير الإجابة للسؤال شكرا سيد المستشار المحترم كيف تتعرفوا المكتب الوطني السكاك الحديدية توفر على المخطط طموح باش نغطيه المغرب كله بشبكة سكاكية تشمل هذا المخطط 1300 كولومات من الخطوط السرعة الفائقة و3800 من الخطوط السكاكية الكلاسيكية باش نربطه 43 مدينة عوض 23 حاليا وباش نأمله النقل السكاكي 87% من الساكنة الوطنية عوض 51% حاليا تغييف المالي ديال هاد المخطط الضخم 400 مليار ديال الدرهم تتضمن هاد المخطط شبكة خاصة بالسرعة الفائقة عندها جوج ديال المحاول المحور الأطلاصي تربط ما بين طنجة وغادير المحور المغاربي تربط بين البيضاء ووجداء وغن يمر بمدينة فاس ولكن تشمل هذا المخطط أيضا مشاريع باش نوصلوا السكاكة 14 ميناء وال12 مطار إلى جانب مشاريع مستقبلية تالية مشاريع باش نحافظوا على المثنة للشبكة الحالية مشاريع باش نربطوا الموانئ الجديدة باش نساهموا في قطاع الموانئ الصناع واللوجيستيك مشاريع أيضا توسيع شبكات الخطوط العادية في اتجاه مدن الملاكة غير الموصولة بخدمات سكاكية ومشاريع توسيع شبكة التي تقلمنا عليها تسعى الفائقة هذه المشاريع أيضا داخل فيها المشروع ديال التنقل السكاكي دو الجودة العالية أو دو الطاقة العالية اللي غادي يخصنا نوصلوه للمناطق الحضرية المكتفى بحل منطقة الضربضاء منطقة الرباط اللي غادي نعملو عليها أيضا المكتب قام بالدراسة التمهيدية تيبقى بالطبع كأنها أولويات في تنزيل ديال هذا البرنامج الطاموح ونتمنى إن شاء الله نقدرون نعلنه على انطلاقات ديال المشاريع في الأشهر المقبلة القليلة شكرا شكرا سيد الوزير المحترم كلمة للفريق المحترم في إطار التعقب سيسماعيل تد شكرا سيد الرئيس المحترم سيد الوزير المحترم لا يخفى على أحد اليوم أهمية النقل السكاكي بالمملكة وذلك مع تزايد النشاط الاقتصادي والسياحي والرياضي ببلادنا هذا الأخير الذي تستعد بلادنا لاحتضان العديد من التظاهرات العالمية المرتبطة به أهمها كأس العالم 2030 ما يحيلنا إلى ضرورة تكثيف العمل على تجويده وتحسينه صحيح أن بلادنا ولله الحمد تمتلك اليوم خط القطار فائق السرعة وشبكة سيكاكية لا بأس بها على مستوى الشمالي ووسط الغربي لكن المفارقة العجيبة التي تشير إلى غياب العدالة المجالية أن العديد من الجهات تعيش عزلش بهتمة عزلة تتلخص في عدم تقريبها لعموم المواطنين والسياح الأجانب والاستثمارات الكبرى سواء التجارية أو الصناعية أو السياحية وفي هذا السياق أخذت ذكر بجهد درعة فلالت التي سابقة وأن أشرت إليها في الجلسة السابقة مع وزيرة السياحة وأغتنم الفرصة من هذا المنبر لأجدد ما قلناه حول الغنى التاريخي والجغرافي والثقافي والروحي لكونها تمثل أحد الروافد التاريخية التي تلتقي فيها حضارات الصحراء الإفريقية ما يجب معه الالتفات إليها وتعزيز مناطقها واستغلال تراثها داخل النسج الاقتصادي والسياحي الوطني وهذا لن يتم إلى وبمعية قطاعات أخرى بربطها بخطوط سيكاكية تجعلها في متناول جميع زوار والسياح ومستثمرين للوصول إليها بأسهل الوسائل والإمكانيات ولكن السيد الوزير النبلية غير كنح الموصف رأي لا يعقل السيد الوزير الجنوب الشرقي يعطيكم أرقام مهمة في السياحة والمعادن والتفاح والتمور وارزازات مثل فيها أفلام عالمية وما تكونش فيها واحد كيلومتر من السكة الحديدية فين هي العدالة المجالية فين هي فك العزلة خصنا نعرفه علاش ديما هاد الإقصاء السيد الوزير رأي هادي كنسمي واحد قراء في حق الجنوب الشرقي الذي أعطى وما زال يعطي الكثير وشكرا شكرا سيد المستشار المحترم الكلمة لكم السيد الوزير في إطار تفعل مع التقييم سيد الوزير نحن ما تنقصه حتى شي جهة ولكن كان بعض القضايا الموضوعاتية لتتخلي نظرا للكتفة السكانية لبعض المناطق أن ربطها بالسكة الحديدية غير ممكن في حالة المادية اليوم لبلاد دينا ولكن هذا ما تيمنعش بإنه هالجهات هذه خصنا نعمله باش نقويه على سبيل المثال الربط الجوي باش نحسنوه من الطرقات ونحسنوه من الربط عبر الحافلات وماش نشوفوه باش كن واحد من منظومة متكاملة باش هذه الإحساس بالإقصاء اللي تتكلم عليه ما يبانش لأنه عند إذا كنت فور زلزة وكانت عندي الطيارة كل نهار ما عندي مشكلة كانت الطيارة والقيطار في حال في حال والقيطار يمكن الطيارة أسرع فهذا هو اللي بغيت نقول ولكن الإقصاء را ما كاينش شكرا سيد الوزير المحترم نمر إلى السؤال الموالي موضوعه تأهيل قطاع النقل بالعالم القراوي الكلمة لحد السيد المستشارين من فريق الحركي لبسطي السؤال مولي عبد الرحمن تفضل السيد الرئيس سيد الوزراء إخواني المستشارين أخواتي المستشارات نسألكم سيد الوزير عن تأهيل قطاع النقل بالعالم القراوي شكرا شكرا سيد رئيس المحترم كلمة لكم سيد الوزير للرداء على السؤال شكرا سيد المستشار ما تخفش عليكم الأهمية النقل في العالم القراوي ولا الأهمية لتتوليها الحكومة لهذه القضية هذه وهذه الوزارة بالأخص بحيث أنه يعني قمنا بواحد العدد ديال الدراسات باش نلقوا حلول للتنقل داخل الأقاليم القضية اللي كيناه هو هذا الترقص اللي كيناه اليوم ديالتالف اللي هي التالف وثمانميات قريبا واللي هي ما نسميه النقل المزدوج فهي تتقدم واحد الخدمة ولكن ما تتستجبش لجميع الحاجيات ديال هاد ديال هاد الساكينة هاتي و حقيقة الجيهوية المتقدمة جاءت بواحد العدد ديال الإفادات وجعلت الجيهة هي المجال الترابي اللي خصي تنضم فيه النقل داخل هذك المجال لأنه ما يمكنناش ننضموا النقل في واحد الجيهة الجيهة دمراكش بحل الجيهة ديال طانجة ولا بحل الجيهة السرقية إلى آخره كل واحدة عادة الخصوصية ديالها وكل واحدة خصها الحلول ديالها فاحنا اش تنقوموا به حاليا تنجرب ونصرعوا من كل المعالجة ديال الملفات اللي تتخص النقل المزدوج رفعنا من الدعم لتجديد المركبة ضعفناه ديال النقل ديال المزدوج بالطبع واكمنا ايضا النقل المزدوج من خلال الدعم ديال المحروقات واخيرا تنعطي الاسباقية كيف قلت باش نحلو باش نحللو المشاكل اللي متعلقات ببعض الملفات ديالها دياله النقل تيبقى ايضا بانا اهم حاجة خصنا نقوموا بها هو العمل المشترك مع الجيهات الجيهات خصها تبرمج المشاريع ديال التنقل ديالها داخل الجيهات خصها تقوموا بالدراسات احنا مستعدين نواكبوها وبالطبع تنعملو مع وزارات الداخلية باش نخضروا نواكبو هاد الجيهات ويكون تعاقد مين الجيهات والدولة باش نميو النقل في المجال الجيهوي منه بالطبع النقل في العالم القراوي سيد الوزير المحترم تعقيب الفارق المحترم سيد رئيس فضلو شكرا سيد الوزير جاوبتيني على السؤال اللي بيتمطرح السيد الوزير وبالتالي الجواب هذا كان موضوع عدة تساؤلات لعدة مرات انما زالما زيتوش لديلكم على الاختصاص ديالجيه السيد الوزير كتقولوا حاليا كنتسمعوا منكم ان الجيهات هي ذات الاختصاص ولكن في الواقع هي ليست بذات الاختصاص لذا ما زالما قدرتوش ترفعوا لديلكم على هذا الاختصاص ديالجيه ما لورز ما هذا هو الواقع سأعطيكم مثال بسيط جدا أولا كنا كنتمنا لأن تقريبا لديكم 1500 رخصة 26 فيها في المياه اللي مخدم لذلك المناطق اللي كيعيشوا هذا النقص وكان غادي نديروا واحد توازن ولكن ما لورز مكينش هاد 26 نبقنا نعرفو كيفاش وقفة وكتخلص في المزوط سبع لفدرام اللي ديرين كذا التعويض كتخلص فيه نفس الماسافة اللي كينين ما بين الضالبيض اللي كي يخدم منها قدير تلتانجا نفس التعويض بسبعال لفدرام حال دك اللي كي يخدم من المحمد يال الضالبيض هذا رماشي هذا رواقع مر زيادة لأنه طلبنا لك واحد طلبة السيد الوزير سفتنا لك على أساس من أن نطلقوا بك جاءونا طلبة من الجانوب الشرقي دائم الجانوب الشرقي يسائلكم السيد الوزير لأن مدرتوا في تحاجة بيكون صراح وأنتم معرفين الخصص اللي كين فيه بالخصوص في هذا المنجل القرأ من الجمعة هذه الناس اللي عندهم الحافلات طلبناهم باش انهم هذه الخطوط اللي يبدلوا غير توقيت لأنك يجيب واحدة الطلبة ديوننا في الخلف واحد لقيتها ثلاثة أصباح ربعة أصباح ما تبغيها شلو لدي ذات السيد وبالتالي الناس اصبناهم باش بدلوا توقيت ومم مستعدين باش بدلوا توقيت ودالوا لكم طلب ولكن الطلب دائما مرفوض لأن الاجتماعات اللي جندي لم يكن تبقى شي ما بقى شي حتى الطلبات التي تحت لكم السيد لوزير لم كان متابعة ديون زيادة على السيد لزير بالنسبة اهضرت على ناقل مزدويج الغلابية ناقل مزدويج ما زال فيه اشكاليات كبيرة جدا وتعذرت عليها وجميع الحوادث اللي قعوه رك عرفتوا بنخص شديد للمسطول هذا وفيه واحد تعطور كبير جدا زيادة على الناس الذين يمشون يستخدم الخطفاء وانتو ما عارفين والناس لما كين شاي هذا ناقل مزدويج لا يمكن لهم يوصلوا المدن ما يمكن وصول الحواظر وبالتالي يا سيد لزيل ادخس تعطيه وقت كبير جدا لانه من الف وتعمية وثلاثة وستين باش هذا قانون كين يلا تعدل فيه هتا الالفين من الفين لدى ما تعدل فيه حتى حاجة في هذا القانون جيت قانون المجي بتو حاجة ما سف نملك دائما سمع السنة وهذه الناس المساكل في الشبال في إيمان الله في تاروداند في مراك يريد أن يسألون الله يجزيك بخير هذة الناس يسألون يوميا من يك يبقى النهار كله ومن يصل لحاضرة لا يوجد لكي يرجع وخصك ترى هذا الشبال الذي ينظر لكي يوم ترى المعاناة لذلك لكي يأتي بأحد خضيرة تقول لي هو لباس عليه حصل من هذا اللي في المدينة البوطة قطح عليه غالية تقضية قطح عليه غالية تطبيب قطح عليه غالي إلا بغاد ندادر غالي يديرهم في عينيه والناس كاتشيلهم بتروسطون ديرام وكي يتطاحوا عليه مثل ثلاث درهم اللي ينقصوا يتنقلوا من بعد من يتلقصوا يباتح شي واحد إلا القاعد من يبات وهذه الشيراء كله مرتبط بهذا النقل اللي كتدروا عليها السيد الوزير وبالتالي رغم ما بخاش عندكم الوقت لسيدون قلوا في الدراسات تبغينا حولوا الله يجزيك بخير كانت مننا أننا على الأقل هذي طلب لكم هاد تمديد ديال الرخاص تحلوا هاد المشكلة هاد طلبة الله يجزيك بخير شكرا ملاعظة شكرا سيد رئيس رجعا شكرا شكرا كلمة لكم السيد الوزير للتفاعل مع التعقيم تفضلوا السيد المستشار جاب عداد المشاكين وعداد المعلومات احنا ما عمرنا قلنا بأنه بغينا نحطاف بالاختصاصات ديالنا ولكن ما حد الجهة ما عملوا تسميم الجهوي ديال النقل ديالها ممكن لاش ندخل له إذن أول حاجة قل ستكون هي التصاميم الجهوية ديال التنقل والجهات اللي عندها تصاميم ديال التنقل من حقها تطلب عقد أو تعاقد مع الدولة باش تأخذ يعني وتقوم بتسيير ديال وتدبير ديال النقل داخل الجهة وحنا مستعدين فزيما هاد المقولة بأنه الوزارة لا تريد أن لا ولكن ماشي أنا اللي يخص نتلقهم لا 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 سمح لي الجهة اللي يخص يتبدأ ماشي أنا اللي يخص نبدأ همتيني هاد النقطة اللولة بالنسبة القضية ديال السلامة الطرقية المشكلة ديال السلامة الطرقية مرترطة بعد ذا ديال العوامل ما يمكننا نردها غير القضية ديال الأسطور ولا القضية ديال المركبة كين أيضا القضية ديال وهذا جد مهم تهيل الموارد البشرية وتهيل السائقين المهنيين والتصرفات السائقين المهنيين ومع الأسف كين أيضا تحسينات اللي يمكن نقوم بها سلامة الطرقية داخل طرق ديال الجبل شكرا سيد الوزير نمر إلى السؤال السابع موضوع نسبة الرصوب المرتفعة في الامتحان النظري الخاص بنيل رخصة السياقة الكلمة لحد السادة المستشارين فرق السقل الوحدة والتعادلية فضل السعالي شكرا سيد رئيس سيد وزير محترم نسائلكم كيف ستعمل الوزارة على حل مشكلة نسبة الرصوب المرتفعة في الامتحان النظري الخاص بنيل رخص السياقة شكرا شكرا سيد المستشار المحترم كلم لكم سيد الوزير الردع السؤال سيد المستشار يعني جوابا على سؤالكم هذه المنسبة والنسبة الرصوب المشكلة ديالها راتحل لأنه المشكلة راتح دام ثلاث أيام وهذا كان نراجع لواحد البنك الجديد ديال السئلة ومليذرنا التحليل وحيينا البنك الجديد المشكلة ما بقاش ولكن هذه مناسبة باش نذكر بأنه المشكلة ديال السلامة الطرقية في بلادنا جديد مهم وبأنه بقي ما وصلناش للحل واليوم حناية عنا استقرار في عدد المهتع للطرقات وهذا خطير جدا بحيث أنه الاستراتيجية الوطنية كان الهدف ديال والتقليص بخمسين في المئة في قضون الفين ستة وعشرين ونكون وصلن للنص اليوم وما زال ما وصلناش ما زال الحناية في نفس المشتوى ونريد نتكر بأنه كان محاول استراتيجية ومحور جدا مهم هو رفع من جودة هو العاميل البشري والعاميل البشري يمكن أن ندخل لهم ثلاثة ديال الأبواب الباب الأول هو إجودة التكوين وهذا فش تغخل النظرية وتجديد ديال الأسئلة إلى آخره وأيضا ما نقولوش بأنه غير جدنا الأسئلة رأعملنا منصة التكوين والناس اللي تبغي يدوزوا البرمي اللي تدوزوا عشرين ساعة في المنصة التكوين يمكن ما كانش واحد فيهم لما تنجح في الانتحان الجديد فهذا تدقى قضية التكوين بالطبع على وقت التكوين خص العملية ديالتوية والتحسيس وهذا ما تقوم به لناس وخص أيضا تعزيز ديال المراقبة الطرقية هذه مناسبة أعطاها لسيد المستشار باش نتكلم على إشكالية السلامة الطرقية في بلدنا اللي تتهمنا جميع ولي خصنا يعني نعملوا اليد في اليد باش نوصلوا للنتجة شكرا سيد رئيس بداية أود أن أتوجه بالشكر جزيل لسيد الوزير محترم على الأجوبة التي تفضل بها والتي تنم على حرص الوزارة على الرفع من المستوى أداء هذه المؤسسة التي تعني بتجويد مستوى رقصة سياق ببلادنا وجعلها في مستوى نظيراتها الأجنبية سيد الوزير محترم إننا في الفرق لاستقلال دائما مع كل تنظيم يرمي إلى تجويد وتحسين للنصوص القانوني القمينة والرامية إلى تطوير كل قتاع غير أن الملاحظة التي لا بد من إدلاء بها بهذا الخصوص هو هذه التغييرات التي طالت امتحانات الحصول على رقصة سياقة تضمنت أسئلة مفاجئة لم يسبق للمترشحين ولا أرباب مدارس سيارة التعليم إن كانوا على علم بها ولا الإطلاع عليها الأمر الذي كانت له نتائج عكسية تجلت في رصوب عدد كبير من المترشحين مما أطار موجة غضب شديدة وسطهم عن الشيء أعبر عنه أرباب مدارس سيارة التعليم الذين تفاجأوهم بدورهم بهذا الكم الهائل من الأسئلة التي كان من المفروض أن يكونوا على علم بها حتى يتسنى لهم القيام بتلقينها الأسئلة المترشحين والتي انتقل عددها من ستمائة سؤال إلى ألف سؤال سيد رئيس محترم إننا نعي جيدا في الفريق لاستقلال المجلس المستشار الهدف الذي ترمي إليه الوزارة ومن خلالها الوكالة الوطنية للسلامة الترقي من خلال إضافة هذا العدد من الأسئلة وإدخال بعض العناصر جديدة كعملية تنقيط من أجل حصول على رخصة سياق المتجلة بالأساس في اكتساب مرشحيل للمعرفة والمهارات وقد الحد من نزيف حوادث سير وجعل رخصة سياق المغربية الضاهي نديرتها الأجنبية ومن بين المراحضات التي يمكن إبداؤها على هذه التغييرات التي تضمنتها الشروط الجديدة التي طرأت على الحصول على رخصة سياق المنصة الإكترونية بحيث أن تغتير شبكة الأنترنت في مغرب تبقى غير متوفرة في بعض المناطق إننا نؤكد لكم في الأخير سيد الوزير المحترم أن الفريق لاستقلال المجلس المستشاري ليس ضد الإصلاح ولكن مع التعديلات التي ستجود امتحانات البيرمي مما سيكون للمترشهين من معرفة مسبقة بمضامي الامتحان وكذا تمكينكم تمكينهم من التدريس والتكوين اللازمين لذلك مع إخضاع مراكز التدريب للتكوين المستمر لمواكبة هذه التغييرات كلما اقتدى الأمر ذلك إننا على المستوى اللوجيسيكي والعنصر البشاري شكرا سيد رئيس سيد المستشار المحترم كلمة لكم سيد الوزير في إطار التفاعل مع التعقيب جزيلا أنا تنقل بأنه إحنا عملنا المنصة دية التكوين ولكن ما طلع رش بأنه خسنين نعطي الأسئلة باش نشوف قبل باش سيد يعرف السؤال قبل ما يدو وزن المتاع أنا خسنين نعطيه التكوين يمشي تكوين ونبعد السؤال تم قنحور نحطه عليه المهم إلا كان فاهم سلامة طرقية رغي يجاوب طريقة إيجابية ما كان شي فاهم رغي يجاوب وباش مما كان الحال نحن نواكب المؤسسة دية التعليم والهدف ديالنا ما شي هو نسقطو الناس باش ما ياخذوش البرمية ديالهم الهدف ديالنا هو التحسين من التكوين يفهموشنا هي الخطورة دية التاريق شنا هو التصرف السليم باش يحفظوا حياتهم ويحفظوا حيات المواطنين الاخرين المستعمل الطرق لا كانوا علاج لهم ولا في درجة النارية الى آخره وشكرا شكرا سيد الوزير المحترم كما نشكركم على إسهامكم القيم في هذه الجلسة بهذا تكون جلسة الأسئلة الشفاهية اليومين هذا قد استنفذت مطلبها بعد الترحيب بالسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أعلنه عن رفع الجلسة وأمر مباشرة إلى